السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يسعدنا في قناة كراءات وحكايات تقديم العدد 85 من سلسلة رواية رجل المستحيل لمسة الشر ما سر ذلك العميل المصري الذي خدع جهز المخابرات الأمريكي كله؟ كيف يمكن لمونة وحسام أن يواجه أخطر جزء المخابرات؟ ترى هل ينجح حسام في تحقيق النصر هذه المرة؟ استمع للتفاصيل المثيرة لترى من يستحق اللقب لقب رجل المستحيل الوداع استبغى كرسى الشمس بلونه الأحمر الناري وهو يميل إلى الغروب في الأفق والرمك الأخير من ضوئه يسقط على الأشجار العالية فتلقي ظلها الطويل عند جدول صغير يمتد عبر مزرعة ضخمة من مزارع مدينة كيوا والمكسيكية في نفس اللحظة التي ظهر فيها رجل وسيم قوي متين البنيان على متن جواد عربي أصيل من خلف عدة أشجار قريبة واكترب في بطء من الجدول حتى بلغه وقد اختفى الثلس الأسفل من كرسى الشمس في الأفق فهبط عن سهوة الجواد ووقف يراقب الغروب في صمت وقد أطلت من عينيه نظرة عجيبة تجمع ما بين الحزن والدجر والضيق والمرارة في آن واحد ومع غوص الشمس في بحر الأفق راح ذهن الرجل يسترجع ذكريات متداخلة ما بين القريب والبعيد ذكريات والده الذي بزل أقصى جهده ليجعل منه أعظم رجال المخابرات في العالم ومسرع هذا الوالد ثم ذكريات العمل في القوات الخاصة المصرية قبيل وأثناء حرب أكتوبر عام 1973 وبعدها الالتحق بالمخابرات العامة المصرية وتنهد الرجل تنهد العملاق الذي لم تشهد ساحات المخابرات مثيلا له في العالم أجمع واسترجع ذهنه سورة أحب إنسان إلى قلبه سورة مونة زميلته وحبيبته التي قضى عمره كله يتمنى الزواج منها ثم وجد نفسه الزوجة لآخر مخلوك كان يتصور علاقته بها بعدوته اللدود بسونيا سونيا جرهان كم يؤلمه أن بلغت الأمور إلى هذا الحد كم يحزنه أن تنتهي حياته الحافلة إلى هذه النهاية مجرد مزارع ثري في المكسيك ولكنه القدر القدر الذي يجعله يواجه بنشو سيلازر ويفقد ذاكرته ويدخل في صراع مع توماس موران وكال وهنتر ومنظمة اسكوربيون كلها نفس القدر الذي يجعل سونيا تهرع إليه وهي تحمل اسم نورما كرينهال فتقاتل من أجله وتواجه الموت في سبيله بعد أن قضت حياتها كلها في محاولة القضاء عليه وتقلب الأدوار رأسا على عقل حتى تنقذه وتصبح زوجته وأم تفله الوحيد تفله الذي شاء القدر أن تنجبه له سونيا بعد أن تمنى طيلة عمره أن تحمله مونة مونة التي لم يرها منذ شهر كامل عندما غادر منزلها مع سونيا بعد أن قص عليها قصته وتلب منها جتمين أمر وجوده على قيد الحياة ليعتزل حياة القلق والصراع إلى الأبد مرة أخرى تنهد في عمق وحرارة وقد غاب كرس الشمس تماما في الأفق وبدأ الظلام يستعد لإزدال ستاره على المكان ثم اتجه أدهم إلى جواده ووثب على متنه في رشاقة مدهشة لم يفقدها بعد وألقى نظرة أخيرة على الأفق قبل أنه غمغم في مرارة لابد أن تعترف يا أدهم لقد انتهى أدهم صبري ولم يعد هناك سوى أميجو أميجي صاندو ولكزا جواده لينطلق عائدا إلى مزرعته وهو ينعي نهايته نهيت الرجل رجل المستحيل عبرت الرائد منا توفيق بوابة مبنى المخابرات العامة في خطوات راسينة كعدتها وألقت تحية رقيقة على رجال أمن البوابة على الرغم من نظرة الحزن العميقة التي تملأ عينيها وتطل منهما في وضوح يستحق الشفقة ثم صعدت على قدميها إلى الطابق الثاني وقطعت الممر الطويل في بطء وكأنها لم تعد ترغب في العمل أو لم تعد تطيق الغلوس في مكتبها بعد أن انتهى عملها مع أدهم الذي يظنه الجميع قد فارق الحياة في معادها هي وحدها تعلم أن أدهم صبري ما يزال حيا هناك في كواوة يقضي البقية البقية من أيامه مع زوجته سونيا جرهوم وابنه الوحي الذي لم يغبر حتى عن اسمه هي وحدها تنوق بذلك السر الذي ائتمناها عليه أدهم وطالبها بكتمانه تنوق بحزن لما سيل له بعد أن فقدت الرجل الذي أحبت مرتين مرة بزواجه ومرة برحيله ولم تستطع بلق مكتبها بالفعل عجزت قدمها عن حملها إلى هناك في ذلك اليوم إنها لم تعد تحتمل لم تعد تحتمل أبدا صباح الخير يا مونة انتفض جسدها عندما بلغ هذا النداء ما سامعها كما لو أنه قد انتزع من سبات عميق والتفتت في حركة حادة إلى مصدره فهتف بها صاحبه ما هذا؟ لست أظنني مفزعا إلى هذا الحد زفرت لتنفض عنها ذلك التوتر الذي لم تجد له تبريرا وحاولت أن تبتسم في شحوب وهي تقول معزرة يا قدري لقد انتزعتني من شروتي في حسب تطلع إليها مشفقا وقال في صوت خافت حنون ألم يحن الوقت بعد لترح كل هذا الحزن جانبا؟ قاومت رغبة عارمة في البكاء وهي تقول ربما فيما بعد يا قدري ربما فيما بعد التفع من خلفهما صوت مرح يقول ما هذا الذي ستؤجلانه لما بعد؟ التفت معا إلى صاحب الصوت وعقدت مونة حاجبيها في الضيق في حين قال قدري وهي ابتسم ابتسامة هادئة صباح الخير يا حسام كيف حالك؟ أجب حسام في مرح إنني في خير حال ولكن عزيزتنا مونة ما تزال ترني ثقل الظل قالت مونة في يضيق واضح من وضع في رأسك هذه الفكرة؟ أجبها بجدية مفاجئة إسلوبك هذا لم تنبس ببنت شفا لأنها تعلم أنه على حق إنها لا تدري حتى لماذا تعامله بهذا الجفاء لماذا ترفض وجوده؟ ألا أنه يحتل نفس الموقع الذي كان يحتله أدم صبري من قبل ألا أنه يحمل لقى ابنون اتنين أم لأنه طلب الزواج منها لماذا يا مونة؟ مرة أخرى انتفضت دون سبب واضح عندما قال حسام هذه العبار ورفعت عينيها إليه في ارتباك وهي تغمغم لماذا ماذا؟ سألها في ضيق لماذا تقرهنني إلى هذا الحد؟ نقل قدري بصره بينهما قبل أن يقول في حرج مونة لا تقرهك يا حسام ولكن قاطع حسام في صرامة دعها تجيب بنفسه ارتبك قدري ولم يدري ماذا يفعل في حين غمغمت مونة هذا صحيح يا حسام لست أكرهك ولكن حاولت أن تجد جوابا منطقيا شافيا ولكنها عجزت عن هذا فأكمل هو في حدة ولكنني أحتل لموقع رجل الذي أحببتي أليس كذلك؟ خفتت عينيها لتخفي تلك الدمعة التي ترقرقت في عينيها وهي تقول عذرني يا حسام إنني قاطع في صرامة لا داعي لن أطالبك بتبرير مشاعري فهي من حقك وحدك صمت لحظة قبل أن يضيف ولكن عليك أن تحتمل يتواجدي برغم أن فينا فهناك مهمة تنتظرنا معا تهللت أسارير قدري وهو يهتف أخيرا أخيرا يا مونة تعدين إلى العمل أما هي فقد غمغمت في توطر بالغ مهمة أمأ حسام برأسه إيجابا وقال نعم يا مونة لقد طلب السيدة المدير مقابلتنا ليسند إلينا مهمة جديدة وشرد بصره وهو يضيف في حز ولقد قررت أن أبزل قصارى جهدي في هذه المهمة حتى يمكن الانتزاع اللقب بجدارة رددت في قلق اللقب؟ أي لقب؟ بركة عينا وهو يجيب لقب أسطورتك الراحل لقب الرجل رجل المستحيل المهمة نقل مدير المخابرات العامة نظريه بين حسام ومونة وهم يجلسان على جانبيه في حجرة العرض السينمائي داخل مبنى المخابرات العامة وقال في هدوء قبل أن تبدأ المشاهدة ينبغي أن تعلم أن مهمتكم ليست باليسير بل إنها في رأيي أخطر مهمة للإدارة في هذا العام بركة عينا حسام في جذل وهو يقول إلى هذا الحد؟ أما مونة فغمغمت؟ لست أدري في الواقع ما إذا كنت أستطيع أن قاطعها المدير في حزم إنك تستطيعي عقدت حاجبيها في ضيق فأضاف في صرامة لقد عملت طويلا في القسم الإداري بعد عودتك من المكسيك منذ ما يقرب من العام ونصف العام وحان الوقت لعودتك للعمل الجاد ونسيان الماضي كله فعملنا لا يحتمل هذه الوقفات العاطفية الطويلة استمعت إليه في صمت ثم تمتمت نعم يا سيدي أنت على حق تماما وابتسم حسام ويقول بالتأكيد نقل المدير بصريه بينهما مرة أخرى ثم شبك أصابع كفيه أمام وجهه وقال في لهجة حازمة كعادته كلاكما يعلم أن عالم المخابرات ليس بالعالم السهل أو البسيط وأنه يتجاوز أحيانا كل تعقدات السياسة وملاباستها وينغمس فيها حتى النخيع في أحيان أخرى ولكنه دائما عالم وغامض بالغ الخطورة قال حسام في هدوء بلهجة أقرب إلى المرح إننا نعلم هذا تابع المدير وكأنه لم يسمع هذا التعليق ولأن عالمنا يحمل هذه السما فنحن نحتاج دائما إلى معرفة أسرار أجهزة المخابرات الأخرى والإطلاع على ما توصلوا إليه في كل المجالات حتى نكون دائما على أهبة الاستعداد لمواجهة هذه الأجهزة إذا ما اضطرنا الأمر يوما ما نخوض صراع معه ولهذا أنشأنا ذلك القسم المتخصص في زرع بعض العملاء في أجهزة المخابرات الأخرى مثل الكي جي بي والسي آي اي والمكتب الخامس والمساء وغيرها سأله حسان في اهتمام كلهم مصريون أليس كذلك؟ أمأ المدير برأسه إيجابا وقال بل ولكنهم يتعيشون مع المجتمعات التي تم زراهم فيها كما لو كانوا منها فيحملون أسماء تتناسب مع تلك المجتمعات بل تاريخا مطقنا يبذل قسمنا جهدا هائلا لمنحيه المصدقية المناسبة التي تتيح لعملانا الانغماس في المجتمع الجديد لسنوات وسنوات حتى ينجح في الالتحاق بأحد أجهزة المخابرات وهنا يبدأ أعماله عاد حسان يسأله في اهتمام أكثر وهل تتعلق مهمتنا بأحد هؤلاء العملاء؟ أم المدير برأسه إيجابا للمرة الثانية وهو يشير بيده إلى فني العرض السينمائي قائلا بالتأكيد أظلمت القاعة تماما وسقط ضوء آلة العرض على الشاشة لينقل صورة رجل أشكر أذرق العينين في أوائل الأربعينيات من عمره ينهمك في رأي عدة أحواض من الظهور في حديقة فيلا أنيقة وقال المدير هذا هو عميلنا في الـ S.I.A إنه أمريكي المظهر كما تلاحظان ولكنه مصري صميم من قمة رأسه وحتى عمق عماقه ولقد قضى نصف عمره في الولايات المتحدة الأمريكية حامل اسم هارولد دين ومتعاملا كأي أمريكي خالص حتى أمكنه أن ينخرط في المخابرات المركزية الأمريكية منذ خمسة أعوام بعد جهد رهيب منه ومن قسم زرع العملاء وأصبح أهم رجالنا في الولايات المتحدة الأمريكية على الإطلاق سمتا ليلتقط نفسا عميقا قبل أن يضيف في ضيق واضح حتى أسبوع مضى سألته منا في قلق وماذا حدث في هذا الأسبوع ماتشفتي في أسف وقال يبدو أنه قد ارتكب خطأا ما في مرحلة سابقة أثار شكوكهم بشأنه ودفعهم إلى مراقبته وتتبعه حتى ألق القبض عليه متلبسا بنقل بعض معلوماتهم إلى أحد رجالنا في نيويورك وحاول رجلنا الهرب ولكنه لقى مصرعه برصاصات رجال المخابرات الأمريكية وبقى هارلت في أيديهم هاتف حسام يا إلهي هذا سيصير حتما أزمة دبلوماسية عنيفة هز المدير رأسيه وتنهد قائلا لا ليس بعد الحسن الحظ صحيح أننا فقدنا أحد رجالنا في هذه العملية ولكننا كنا قد احتطنا للأمر فلم يكن يحمل عند مصرعه أي شيء يمكن أن يشير إلى انتمائه ثيابه كانت أمريكية الصنا سيارته مستأجرة باسم إيطالي وحجراته بالفندق تحمل اسما فرنسيا وحتى ملامحه لم تكن شرقية مثالية ولكن المشكلة هي أنهم قد اعتقلوا هارلد وسيحاولون حتما معرفة هويته وكل ما يعلمه عنه وعن وسائل الزرع وتدريبات اللازمة باختصار سيحاولون معرفة كل ما يتعلق بوسائلنا كما كنا سنفعل لو حدث العكس سألته مونة ألا توجد خطة بديلة؟ أجابها المدير بالتأكيد التدريبات التي تلقاها هارلد تحتم عليه أن يبذل قصارى جهدي لاحتمال وسائل الأمريكيين في الاستجواء حتى تنضب قدراته على الاحتمال وهنا يعلن أنه اسرائيلي الجنسية مع قصة أخرى محكمة ومتقنة يمكنها يقنعهم أنه كذلك بالفعل سأله حسام في حذر أتظن هذا يقنعهم؟ هزى المدير كتفي قائلا ليس طويلا ولكنه سيضيع بعض الوقت على الأقل حتى ننجح في استعادة رجلنا قال حسام في حزم؟ أو قتله؟ أدارت مونة رأسها إليه في حركة حادة والاستنقار يملأ كل خلاجة من خلاجاتها فالتقى حاجباه في صرامه ويقول إننا لن نتركه لينقل إليهم أسرارنا أليس كذلك؟ قالت في حدة لو كان أدهم في مكانك لا قاطع المدير في لهجة قاسية أخشى أن حسام على حق هذه المرة يمونة وهارولد نفسه يعلم هذا والتدريبات التي تتلقاها تجعله يتقبل الأمر كحل حتمي قالت في انفعال لو فشلنا في استعاداته أطلق المدير من أعماق صدره زفرة حارة وقال أتعشم أن تنجحوا في هذا فالعمر ليس هينا إذ أنه لا يقتصر على أن هارولد بين يدي واحد من أقوى أجهزة المخابرات في العالم فحسب بل يمتد أيضا إلى أننا نجهل تماما أين يحتفظون به رفع حسام حاجبي في دهشة ثم عاد يخفضهما وهو يقول في سخرية يا لها من مهمة هز المدير رأسه مؤيدا وأشار مرة أخرى إلى الشاشة وهو يقول ولكن لدينا بعض المعلومات التي قد تفيدكم في هذا الشأن فهذا الذي ترونه على الشاشة الآن هو جيمس فوستر المعروف باسم ثعلب المخابرات الأمريكية وهو المسؤول عن هذه العملية حسبا ما بلغنا وعن طريقه يمكنك بالتوصل إلى هارولد تطلع حسام ومنى في اهتمام إلى صورة الرجل الأشيب المتين البنيان الحد نظرات الذي يبدو على الشاشة مستغرقا في صيد الأسماك عند شاطئ إحدى البحيرات وغمغم حسام منزل الذي يجهل جيمس فوستر انتهى العرض وأعيدة الأضواء إلى القاعة فنهض المدير قائلا كما قلت من قبل مهمتكما هي أصعب مواجه الإدارة منذ زمن طويل ولقد قدر خبراءنا أن هارولد يمكنه الاحتمال لأسبوع كامل ثم يلقي قصته الزائفة التي يحتاج رجال الـ CIA لأسبوع آخر لتفنيدها والتيقل من صحتها أو كذبها وهذا يعني أن أمامكم أسبوعين فحز لحسم المهمة دون خطة موضوع مسبقا وبكامل الحرية في التصرف والأداء وصمت لحظة وهو ينقل بصره بينهم قبل أن يتابع إنها مهمتكما فلا تخذلان قال حسام في حزن لن نخزلك يا سيدي وأضفت مونا بإذن الله وكانت البداية انطلقت عصاد جيمس فوستر في دقة لتضرب كرة القلفة الصغيرة وتدفعها في الهواء على شكل قوس طويل لتستقر إلى جوار حفرة صغيرة على بعد أربعين مترا تقريبا وترتفع منها رأي صغيرة تحديد موقعها وتطلع فوستر بمنزاره المقرب إلى موضع الكرة قبل أن يمت شفتيه متمتما لا بأس ابتسم الرجل الوقف إلى جواره وقال إنني أراها ضربة رائعة هز فوستر كتفيه وقال ولكنها لم تستقر في الحفرة نفسها كهكه الرجل ضاحقا وقال هكذا أنت دائما يا فوستر لا ترضى إلى بالفوز المطلق روكه فوستر بواحدة من نظراته الحادة وهو يقول هذا ما ينبغي أن يطمح إليه كل رجل ناجح ربط الرجل على كتفيه وقال هو ينبغي له أيضا أن يقبل ما يصل إليه لو لم يتح له الفوز التام هز فوستر كتفيه مرة أخرى وقال هذا رأيك كان الرجل يرغب في مواصلة الحوار مع فوستر لو لأ أنت ظهر أحد رجال هذا الأخير بمنزاره الداكن وجسديه الضخم وهو يتجه ليهما في قطوات واسعة فقال الرجل وهو يجمع عدواته قائلا فليكن سننقش هذا فيما بعد يا فوستر فقد حضر أحد شياطينك ومن الواضح أنكم تحتاجان إلى شيء من السرين لم ينقش فوستر في هذا الأمر وإن رمقه بنظرة أخرى من نظراته الحادة حتى انتهى من جميع أدواته وانصرف فالتفت عند إذن إلى رجل الضخم وسأله ما الأخبار تنحنح الرجل وأجاب لم يعترف بعد التقى حاجب فوستر في ضيق وهو يقول لو لأنني دربتكم بنفسي تقلت إنكم أخبار جالي الجهاز تنحنح الرجل مرة أخرى وقال لقد كان واحدا منا يا مستر فوستر وتلقى نفس تدريباتنا وقاطع فوستر في حدة ولو إنه بشري على الأقل وما من بشري يمكنه احتمال وسائلنا في الاستجواب وأنت تعلم هذا جيدا قال الرجل نعم أعلم وأعلم أيضا أنه من المحتم أن لا تترك وسائلنا هذه أي أثار واضحة على جسم من استجوبه وإلا فلن يرحمنا رجال القضاء حين ذلك ولا رجال الـ FBI فمن المفروض أن يتولوا هم قضايا الجاسوسية الداخلية إذ أن قرار الكونجرس الأخير يمنعنا من العمل داخل البلاد قال فوستر في صرامة أعلم ذلك رفع مضرب الجلف وأخذ يلوح به لحظات في الصمت قبل أن يسأل الرجل هل نقلتم الرجل إلى المنزل الثاني؟ أو ما الرجل برأسه إيجابا وقال نعم إننا ننقله إلى منزل آمن جديد كل ثلاثة أيام بحسب أوامره وأن بطر عبارته دفعة واحدة فسأله فوستر وإن ماذا؟ تردد الرجل اللحظة ثم هز كتفيه وقال وإن كنت أجد هذا نوعا من المبالغة في الحضر فهارولد نفسه لم يكن يعلم أماكن هذه المنازل الأمنة ولا قاطعه فوستر في غضب أهذا ما علمتكم إياه؟ لا يداني في عالمنا المبالغة في الحضر أفضل ألف مرة من التهاون والشكوك أكثر فائدة من الثقة وهذا يلوح بعصاه مستطردا هذا الرجل ينتمي إلى جهاز مخابرات آخر يداني وسيحاول حتى الرمك الأخير إخفاء اسم هذا الجهاز وبعدها سأسرد على مسامعنا قصة كاذبة حول الانتمائه إلى جهاز مخابرات آخر على الأرجح في محاولة لكسب بعض الوقت ومن المحتم أن جهاز المخابرات الذي ينتمي إليه هذا الوقت سيبزل أكثر جهده لاستعادته وإنقاذه من بين أيدينا أو قتله لو اقتضى الأمر ومن الضروري أن نجع المهمتهم هذه وعرة شديدة الصعوبة وأن ننجح في اقتناصهم قبل أن يبلغوا غايتهم ابتسم داني وقال هذا لن يتأتى بالمبلغة في إجراءة الأمن شرد بصر فوستر لحظات وهو يقول إن لدي أفكاري في هذا الشأن يا داني وارتسمت على ركن شفتيه ابتسامة باهدة قبل أن يستطرد دعني أنا أدير اللعبة بأسلوبي وسترى أننا سنربحها يا داني سنربحها تماما لقد عاد فوستر إلى منزله قالها حسام في اهتمام شديد وهي ضع منظاره المقرب عن عينيه داخل ذلك المنزل الذي استأجره في مواجهة منزل فوستر تماما فاعتدلت مونة تسأله في هدوء وهل يفيدنا هذا؟ رفع منظاره عن عينيه والتفت إليها قائلا في برود هل تقترحين وسيلة أخرى؟ إننا نجح لكل شيء عن المكان الذي يحتفظون فيه بهارولد والشيء الوحيد الذي نعرفه عن القضية كلها هو أن جيمس فوستر هو المسؤول عن هذه العملية ولا توجد وسيلة إذن سوى مراقبة فوستر للعين هذا ليلا ونهارا حتى يمكن التوصل إلى هارولد إلا إذا كان لديك اقتراح آخر قالت بنفس الهدوء المراقبة وحدها لا تكفي إننا نحتاج إلى إحصاء أنفازه لو اقتضى الأمر فقد لا يذهب أبدا إلى حيث يحتفظون بهارولد بل يكتفي بإلقاء أوامره إلى رجاله فحز سألها في عصبية وماذا نفعل في هذه الحالة يطلع بقرية؟ قالت في حماس نتسلل إلى منزله إلى نادي الجولفة التي يشترك فيه نزرع جهزة تصاند في هاتفي وصياراته وكل ركن من منزله وحتى فيه قلبة أدوات الجولفة المهم أن نعصر على هارولد قبل مدي الفترة المنشودة هتف في حدة أتعلمين أي أمر هذا الذي تطالبينني به؟ إنك تطلبين مني وبكل بساطة اقتحم منزل جيمسي إدوار فوستر نائب مدير مجهزة المخابرات المركزية الأمريكية وزرع جهزة تصاند في كل ركن فيه كما لو كان حقلا خاليا نزرع فيه بعض الشاتلات البرتقال لا أي تهزمي للعزيزة إنك في الواقع تطلبين المستحيل ابتسمت في خبص وهي تقول هو ماذا في هذا؟ ألست تسعى الحصول على اللقب؟ سألها في توطر أي لقب؟ أجابته رجل المستحيل شعرت وهي تنطقها أنها ترتكب جرما في حق أدهم صابري الرجل الوحيد الذي حمل يوما هذا اللقب ولكنها وعلى الرغم من رغبتها الشديدة في نجاحها المهمة كانت تشعر بشيء من السعادة لأن أحدا لا يمكنه بلو مقدرة أدهم صبري ولكن حسام شعر بالتحدي ومع التقاء حاجبيه تفجرت في أعماقه روح الصراع والتحدي والعناد فاعتدل قائلا صدقتي لابد من العمل للحصول على ما يبتغيه المر وأزاح منظره المقرب جانبا وهو يضيف الليلة سأنقل الصراع إلى منطقة التحدي وانتصبت قامته في اعتداد وهو يضيف والخطر شبك مدير المخابرات المصرية أصابع كفيه أمام وجهه والتقى حاجباه في تفكير صامت عميق ورسم القلق خطوطه الواضح على ملامحه مما حدا بمساعده إلى أن يسأله أهناك ما يستحق كل هذا؟ التفت إليه المدير في شروط لحظي ثم لم يلبس أن تلاشى وهو يقول نعم أعتقد هذا سأله مساعده في اهتمام وما هذا الشيء؟ هزر مدير رأسيه لحظات قبل أن يقول قضيت هارولد دي أتعتقد أن حسام ومونة يمكن هم النجاح في مثل هذه المهمة؟ أجابه المساعد هو لملاه صحيح أنها ليست مهمة سهلة ولكن حسام هذا أثبت دفوقا ملحوظا في تدريبات كلها ثم إنه داهي حقيقي وأراهن أنه يستطيع مواجهة كل رجال المخابرات الأمريكية مطل المدير شفتيه وقال لا داعي للمبالغة قال المساعد في حماس ولماذا تعتبرها مبالغة يا سيدي؟ ألم نحقق انتصارات أعظم فيما مضى؟ أم المدير برأسه إيجابا وقال كان هذا فيما مضى بدأت ضيق على وجه المساعد وهو يقول تقصد الأيام الزهبية لا أدهم صبري؟ أليس كذلك؟ هزى المدير كتفيه قائلا؟ ربما لوح مساعد بكتفيه وقال أعلم أنك لم تنس بعد ذلك الرجل يا سيدي وأنك تشعر بعد رحيله بخواء كبير في قسم الأعمال الخارجية والمهمات الصعبة ولكنها حتميت الكون يا سيدي لكل شيء النهاية وأدهم صبري هزى مجرد بشر ومصير البشر كلهم الفناء والحكمة القديمة تقول لا يوجد من لا يمكن استغناء عنه كما أن الكبر مليئة بأولئك الذين ظنوا أن الحياة لن تسير بدونهم كلهم فنوا وانتهوا وواصلت الحياة طريقة هواء قاطعه المدير بإشارة من يده وهو يقول حسنا لا داعي لهذه المحاضرة طويلة أعلم أن أدهم صبري قد انتهى وأن حسام حمدي هو رجلنا الجديد للمهام الصعبة المستحيلة ولكن من الطبيعيا أشعر بالقلق وهو يخود أولى عملياته العسيرة فعلى الرغم من تفوقه الكبير في كل الاختبارات والتدريبات فالعمل الفعلية اختلف كثيرا إذ أنه يحتاج إلى مزيج من الحكمة والخبرة والتفوق قال مساعده في حزم سترى أن حسام سيحقق نجاحا مدهشا في المهم صمت المدير لحظات ثم قال في خفوت هذا ما أتمناه وصمت لحظة أخرى ثم استطرد أتعلم لو حقق حسام في مهمتي هذه ذلك النجاح الذي ترجوه فلن أترادت في أن أمنحه بنفسي لقب أدهم صبري الصابق وامتلأ صوته بالحزم هو يضيف لقب رجل المستحيل كانت عقاربة الساعة تشير إلى الواحدة بعد منتصف الليل عندما أوقفت مونة سيارتها الرياضية الأنيقة أمام منزل جيمس فوستر مباشرة وهي تضع على رأسها شعرا أشكر مستعارا وعلى عينيها عدستين زرقاوين وتبالغ في وضع مصاحيك وجهها مع ثوب زاهية الألوان وغدرت السيارة متجهة إلى المنزل وهي تلقي نظرة هادئة على حارسيه اللذين امتدت أيديهما إلى سطراتهما المنتفخة تحفزا لأي طارق وفي هدوء مثير قالت مونة بالأمريكية وهي تطفي على حرفها لك نزات نهايات ممتوطة متعمدة أريد مقابلة مستر فوستر سألها أحد الحارسين في خشونة أهناك مواعد سابق؟ هزت رأسها نفيا وقالت لا لم أطلب تحديد مواعد سابقة ولكنني أعتقد أن مستر فوستر سيوافق على مقابلتي اتسم الحارس الثاني في سخرية وهو يقول هو من أقنعك بهذه الفكرة الغبية رمكته بنظرة سأخيرة بدورها وهي تقول هارولد هارولد دين التقى حاجب الحارسين وتبادل نظرة خاصة ثم سألها الأول بنفس الخشونة من قلتي؟ قالت في سرامة أخبر مستر فوستر أنني أرغب في مقابلتي بشأن هارولد دين رمكها الرجل لحظت بنظرة حادة ثم التقط جهاز اللاسلك الخاص به وقال دون أن يرفع عينيه عنها هناك امرأة تطلب مقابلة مستر فوستر وتقول أن هذا بشأن هارولد قالت في برود كل سيد أيها الوقح ولا تقول امرأة عاد يرمكها بنظرته الحادة وهو يلسك جهاز اللاسلكي بأذنه ليستمع إلى الجوان ثم لم يلبس أنقال سيستقبلك مستر فوستر على الفاور ابتسمت في سخرية قائلة هل لم أكل لك؟ انعقد حاجباه في سرامة ويقول سيتم تفتيشك أولا تراجعت قائلة في حزم لن أسمح لأحدكم بالأمسي ابتسم سخيرا وهو يقول هتمئني لن يلمسك أحد وفتح باب المنزل ودعاها للدخول ولم تكاد تعبر الباب حتى ارتفع أزيز المتصل فتوقفت لحظة ثم عودت السير وهي تقول إنه جهاز يكش في أسلحة ليس كذلك؟ غمغم نعم وهو ليس وسيلة الفحص الوحيدة فمعظم الأسلحة تصنع من البلاستيك والألياف الزجاجية الآن في طيوان وسنغفورة وهنغو كونغ وأصبح من السهل خداع جهاز كشف الأسلحة سألته ساخرة هم الأشياء الأخرى التي سنعبرها أجابها وكأنه يتباهى بقوته الكثير هناك جهاز لأشعة رونتيجين وجهاز كشف أشعة التصنط وغيرها تمتمت عظيم هل يشعر رئيسك بكل هذا الخوف في طيلة الوقت؟ رمكها بنظرة نارية دون أن يجيب وظل على صمته هذا وهما يعبران الممر الطويل وأزيز الأجهزة المختلفة ينطلق من لحظة إلى أخرى حتى بلغ بابا كبيرا دفعه الرجل قائلا ادخلي عبرت من الباب لتجد أمامها فستر مباشرة يقف داخل مكتبة ضخمة تقتصد بألف الكتب والمراجع ويرمكها بواحدة من نظراته الحادة قائلا مساء الخير يا سيدتي أم هل أقول صباح الخير؟ إنها الواحدة صباحا تقريبا أليس كذلك؟ هزت كتفيها قائلة لا استؤدري هلا أميل إلا ارتداء ساعة اليد قال في برود معجبا هذا يتعارض تماما مع نظم العمل في المخابرات أطلقت ضحكة قصيرة قائلة حقا؟ ثم جالت ببصريها في المكان مستطردة ألا يوجد مقعد واحد يصلح للجلس؟ أجاب وهو يفحصها بنظراته الحادة أتظنين أن حديثان سيحتاج لكل هذا الوقت؟ هزت كتفيها دون أن تجيب فسألها ما علاقتك بهارولد دين؟ قالت على الفور كم تطلبت أنت ثمنا له؟ ارتفع حاجباه في دهشة وهو يقول ثمنا له؟ أي قول هذا يا سيدتي؟ أتدركين حقا طبيعة الموقف؟ أومأت برأسها إيجابا وقالت بالطبع وأدرك أن هذا يتعارض تماما مع طبيعة عملنا ولكن قاطعة في حزن؟ إلا أي دولة تمين؟ كهكهت ضحكة وهي تقول هي له من سؤال أتتوقع الحصول على الجواب في سهولة؟ قال في سرامة يمكنني الحصول عليه بوسائل أكثر صعوبة قهكهت ضحكة مرة أخرى وقالت لا تحاول إخافتي وإرهابي يا مستر فوستر فمن المؤكد أن لم أحضر لمقابلتك دون تأمين موقفي أليس كذلك؟ قال في حدة وماذا يمكنك أن تفعلي لو ألقيت القبض عليك الآن؟ هزت كتفيها مرة أخرى وقالت بالنسبة لي لن أفعل شيئاً ولكن رفاقي سيفعلون قال في حضر يفعلون ماذا؟ سألته كل أولاً كم الساعة بالضبط؟ ألقى نظرة سريعة على ساعة يده وقال الواحدة والتسعة دقائق إلا بدأ ثوان هدفت عظيم بعد دقيقة واحدة وبدأ ثوان سينفجر الجناح الخلفي لمنزله تراجع هاتفاً ماذا؟ قالت بابتسامة وثقة انتظر وسطر انعقد حاجباه في شدة وهي تطلع إلى ساعته ثم اندفع إلى باب المكتبة وهتف بأحد رجاله ثم قف على باب الحجرة ولا تسمح لتلك السيدة بالخروج واندفع خارج المكان تاركاً مونة وحدها وأغلق الباب خلفه في إحكام وهنا ألقت مونة نظر سريع على باب الحجرة ذلك الذي يقود إلى خارج المنزل والآخر الذي يقود إلى داخله ثم أسرعت إلى النافذة وفتحت على مسرعيها وغمغمت أتعشم أن يكون تصويبك ضقيقاً يا حسام مثل بطرت قولها وارتسمت في ذهنها صورة أدهم لحظة قبل أن تهز رأسها في قوة قائلة لا ينبغي أن يحصل حسام على فرصاته كاملة مضت اللحظات بالنسبة إليها أشبه بالظهر وأصوات ذلك الإضطراب الذي أصاب المنزل تبلغ مسامعها وبدأ لها من الواضح أن فوستر ورجاله يحاولون إخلاء الجناح الخلفية من الرجال ومن الأشياء الهامة قبل حدوث الانفجار ودوى الانفجار انفجار مكتوم دوى بارتجاج خفيف هتفت معه مونة الآن وفي نفس اللحظة رأت ما كانت تنتظره سهم عادي يشق الهواء في اتجاه النافذة ثم يعبرها وعند قدميها ارتطم السهم بالأرض وانقصر إلى نصفين وسقط منه كيس صغير أسرعت من تلتقطه وهي تهتف في حرارة رائع يا حسام رائع فتحت الكيس في سرعة والتقطت من داخله جهازي تصنط صغيرين أسرعت تدس إحداهما في المكتبة والآخر عند الحائطة المتصب بالمنزل من الداخل ثم عادت تغلق النافذة وحطمت السهم إلى قطعا صغيرة القطع في حقيبة يدها الصغيرة وطوت الكيس إلى جوارها وأغلقت حقيبتها في نفس اللحظة التي دفع فيها فستر باب الحجرة وقال في حدة أي عبث هذا؟ كانت تشعر بتوتر شديد ولكنها أرغمت نفسها على الاتسام وهي تقول أتقصد أن الكومبلا لم تنفجر في الجناح الخلفي؟ بالطبع يا مستر فستر لقد انفجرت على بعض أمطار منه أليس كذلك؟ لقد قصدنا هذا يا مستر فستر فنحل لا نرغب في منع صبتك العداء بل نحاول تنبيهك فقط إلى أننا لسنا بالمهتدئين أو الهينين وأن التفاوض معنا خير من قتالنا رمكها بنظر حادة طويلة صامدة ثم قال هو من أنتم بالضبط؟ أعددت قائلة ستعلم فيما بعد ثم صدرت مستطردة أما الآن فسأنصرف كفز نحوها وأمسك يدها في قوة هاتفا مهلا الانصرف من هنا ليس هينا كما تظنين قالت في صرامة وماذا ستفعل؟ هل تعتقلني أم تقتلني؟ سمتها متطلعا إليها فأضافت ولتعلم أنني أحمل جواز صفر دبلوماسية ولقد تم التقاط فيلم كامل لي وأنا أدخل إلى منزلك وليست أظنك ترغب في بعض المشاكل الدبلوماسية يا مستر فستر أليس كذلك؟ بدأ الغضب على وجهه وأصابيع تنغرس في زراعيها بقوة ثم لم يلبس أن أفلتها قائلا في حدة فليكن يمكنك الانصراف ولكن حذاري فلن تجري من هذه اللحظة شبرا واحدا للاختلاء بنفسك في الولايات المتحدة الأمريكية كلها قالت في صرامة حذاري أنت من أن تدفع رجالك لمراقبتي وإلا قاطع في غضب وإلا ماذا؟ ابن سمت في صخرية وقالت ستعلم فيما بعد تطلع إليها في صمت حاد ثم ضغطت زرا صغيرا خفيا فظهر الرجل الذي قاد مونة إلى الداخل وقال له فستر اسحب السيدة إلى الخارج ودعها تنصرف دون مشاكل هل تفهم؟ أو مع الرجل برأسه إيجابا وقال أفهم يا سيدي لوحت مونة بكفيها لفستر قائلة سنلتقي فيما بعد يا عزيزي فستر تركع فستر تنصرف ثم نعقد حاجبه في شدة وأظهر عينيه في المكتبة قبل أن يغمغم لا يمكنك خداع أيها المرأة لقد أتيت إلى هنا لعمل ما وسأعلم حتما ما هو لا يمكنك خداع جيمس فستر؟ أبدا والتمعت عينيه ببريق حاد مخيف بريق يحمل لون الخطر ورائحة الدم خدعا ساد الهدوء التام ملاعب الجولف في الثالث صباح وكان من العسير أن ينتبه مخلوق واحد إلى ذلك الشاب الذي عبر صورة الملاعب في مرون وانطلق يعد فوق الحشائش القصيرة في خفة مقتربا من المبنى الرئيسي في رقن المساحة الخضراء الشاسعة حتى بلغ باب المبنى فانحنى يعالج رتاجي في مهارة يحسد عليها حتى استجاب له رتاج وانزلق بصوت مكتوم فدفع الشاب الباب ودلف إلى المبنى في حرقة سريعة ثم أغلق الباب خلفه والتصق بالحائط في صمت وهو يرهي في سمايه جيدا كانت خطوات حارس المكان تبدو واضحة وهو يسير في الممشى المجاور جيء أو الذهابا ثم يفتح بعض الحجرات لتفقدها قبل أن يعاود سيره وكان من الواضح أنه حارس نشط إذ أنه لم يتوقف عن الحرقة طيلة نصف ساعة كاملة قضاها الشاب ملتصقا بالحائط مستترا بظلام الركن الذي يختبئ فيه حتى تم تم فيه ضيق يبدو أنه لم يفر من الحركة وهدر موقعي في خفة مستغلا بتعادي الحارس وعبر الممر الطويل في سرعة حتى بلغ حجرة محددة مسبقا فدفع بابها ودخلها في سرعة ثم أغلق الباب خلفه في حذر وأخرج مصباحا يدويا صواه إلى الحجرة التي تحوي عدة دوليب خشبية زى تواجهات زجاجية استفت داخل حقائب أدوات الجولف وكل منها تحمل اسم صاحبها ورح الشاب يقرأ الأسماء المدونة على الحقائب حتى بلغ تلك الحقيبة التي تحمل اسم جيمس فوستر فابتسم في ارتياح متمتما ها هو زى الهدف أمسك المصباح بأسنانه وهو يعالي قفل الدولاب حتى فتحه واستخدما أداه رفيعة ثم فتح الدولاب والتقط الحقيبة وأفرغ محتوياتها في حرص وانتزع قاعدتها الداخلية في عناية وأخرج من جيبه أداة تصنب دقيقة ثبتها في رقن الحقيبة ثم أعاد القاعدة الداخلية على موضعها وعاد يصف المحتويات داخل الحقيبة وأعادها إلى مكانها داخل الدولاب قبل أن يعيد إغلاقه بمنتهى الحرص وفجأة انفتح الباب وارتفع صوت الحارس وهو يهتف في دهشة ماذا تفعل هنا؟ قالها الحارس وهو ينتزع مسدسه من جرابه المثبت بحزامه ولكن حسام تحرك في سرعة وخفة وقفز نحو الحارس ثم رقل المثدس من يده وهو يقول في صرامة تسألني ماذا تفعل هنا؟ وهو على فكيه بلكمة عنيفة مستطردا ياله من سؤال وقح كانت اللكمة قوية بالفعل كالكونبلة فندفع الحارس إلى الخلف في عنف وارتطم بالحائط ثم ارتد إلى الأمام فاستقبلته قبضة حسام بلكمة أشد قوة وهو يقول لن أخبرك عن السبب بالطبع سقط الحارس في باقد الوعي عند قدمي حسام الذي أزحه جانبا في هدوء ثم قال موجهتنا هذه تفسد هدوء اللعبة يا رجل وتضطرني إلى تبديل خطتي بعض الشيء ثم اتجه في هدوء إلى حجرة مدير النادي وألقى نظر على الخزانة المجاورة لمكتبي وابتسم قائلا واستغلال بعض مهاراتي الأخرى ثم اتجه إلى الخزانة وسحب مقعدا ليجلس أمامها في هدوء ويبدأ في معالجة رتاجها الإلكتروني ويثبت مهاراته لم تكاد عقاربة الساعة تشير إلى الخامسة صباحا حتى دفعت مونة باب ذلك المنزل الذي استأجرته المخابرات المصرية في مواجهة منزل فستر وهتفت بحسام الذي جلس هادئا في رودة المنزل ينظف مسدسه هل أنهيت مهمتك بنجاح؟ أمأ برأسه إيجابا وسألها وماذا عن مهمتك أنت؟ ألقت جسدها على مقعد مقابل له وهي تهتف؟ كل شيء صار على ما يرى وأنت كنت رائعا عندما صوبت السهم لنافذة مكتب فستر وأطلقته بهذه المهارة ابتسم قائلا يسعدني أن فعلت شيئا أثر إيجابك تابعت وكأنها لم تسمع هذا التعليق وعندما سمح لي فستر بالانصراف أدركت أنه لن يسمح بخروج دون مراقبة على الرغم أنه أمر رجالي بهذا وكنت على حق فالعبارة البريئة التي ألقاها على مسامح حارسي أمامي كانت تعني بلغتهم معنى مخالفا تماما لمنطوقها إذ لم أكد أنطلق بالسيارة حتى انطلقت واحدة من سياراتهم خلفي وهم يستخدمون مناظر للرؤية الليلية بحيث لا يحتاجون إلى إضاءة مصابيح سياراتهم ولكن لمحتهم وكنت واثقة من أنهم قدسوا جهاز مراقبة في سيارتي في أثناء وجودي مع فستر ولهذا فقد قدت السيارة إلى منطقة بعيدة ثم ترقتها في موقف عام للسيارات ورحت أراوغ المطاردين ثلاثة أربع ساعات فأدخل إلى مكان ما وأفر عبر سطحي إلى آخر وانتقل من مكان إلى مكان حتى نجحت في تضليلهم تمام وصلت لهم قال مبتسما رائع ثم التقت نفسا عميقا قبل أن يضيف الآن يمكننا مراقبة جيمس فستر قزله فجهازي التصنط اللازاني تمت زراعتهما في منزله نلقوه بحيث يمكنهما نقل كلهم ستدور داخل المنزل وكذلك الجهاز الذي دسسته في حقيبة الجولف سألته في اهتمام هل أخفيته جيدا؟ أجابها بالطبع ولكن الحارس فاجأني بعد أن انتهيت من مهمتي فاضطررت إلى أفقاده الوعي هتفت في ارتيع هي إلهي ولكن هذا يفسد اللعبة كلها هزر أصاه نفيا وقال ليس تماما فلقد لجأت عند إذن إلى حل بسيط إذ استوليت على محطيات خزانة النادي بحيث يبدو الأمر كما لو أنني مجرد للسعاد قالت في قلق فلنتعشم أن يقتنع بهذا هز كتفيه وقال ولم لا كل ما حدث ينطبق على أفعال اللصوص تماما التقى حاجي باها وهي تقول ربما يا حسام ربما صحيح أننا أعددنا كل شيء في مهارة ولكن لا تنسى أننا لا نواجه خصما عاديا بل نواجه ثعلب نفسه ثعلب المخابرات شعرت جيمس فوستر بالدهشة ويدلف إلى ناديه في الصباح أنت برأى رجال الشرطة يملؤون المكان وبعضهم يفحص حجرة المدير والخزانة المفتوحة الخالية فاتجأ المدير يسأله ماذا حدث يا مستر كارل؟ لوح المدير بكفيه قائلا لا شيء يدعو للقلق يا مستر فوستر أنها حادثة صرقة عادية ولكن الليسة كان سيء الحظ فلم يكن بالخزانة سوى ألف دولار فحز ردد فوستر في بطء عجيب ألف دولار وكيف ارتكب جريماته؟ لقد تسلل عبر الملاعب إلى المبنى الإداري وفتح الخزانة في مهارة قطعه فوستر في اهتمام هو أين كان الحارس؟ أجبه المدير في أسف لقد فاجأه الحارس في حجرة الأدوات ولكن اللسة هجمه وأفقده الوعي قطعه فوستر مرة أخرى في حجرة الأدوات هو من الذي كان يفعله لسه في حجرة الأدوات هز المدير كتفيه قائلا ربما كان يبحث عن الخزانة أو للمرة الثالثة قطعه فوستر يبحث عنها هل تحاول إقناعي بأنه لسه محترفا قد اقتحم المكان لسركة الخزانة دون أن يعلم موضعها مسبقا أجبه المدير في توطر لست أحاول إقناعك بشي يا مستر فوستر إذن أرجح هذا فحسب متى فوستر شفتيه وقال في برود بالتأكيد ثم اتجه في خطوة واسعة للهاتف والتقط سماعته ويستطرد نفسه في خفو ولكن عقلي يشعر بالقلق ضغط أزرار الهاتف في سرعة وانتظر حتى سمع صوت محدثه فقال إنه أنا يا داني رئيسك فوستر اسمعني جيدا أريدك هنا على الفور في نادي الجلف هيا بقى أسرع ما يمكنك أنهى المحادثة دون أن ينتظر جوابه ثم اتجه لحجرة الأدوات وقال للعامل الكاهل المسؤول عنها أين حقيبتي يا جون نوله العامل الكاهل الحقيبة وهو يقول هاي يزي يا مستر فوستر إنني أعني بها جيدا التقط فوستر الحقيبة وفحصها في اهتمام ثم أفرق العصي كلها منها وأخذ يتطلع إليا في حذر جعل العامل يسأله قلقا ماذا هناك يا مستر فوستر هل تجد عيبا في أدواتك هزف فوست الرأسه نفيا وقال لا يا جون لست أجد بها عيبا وصمت لحظة ثم أضف في حزم أقصد عيبا واضحا ثم رفع رأسه إلى جون وقال اسمع يا جون يبدو أنني لن أستخدم هذه الأدوات اليوم اجمعها كلها وضعها في حقيبة مستر كول وأحضر لي كل أدوات مستر كول كما أريد قرات جديدة سأله العامل في دهشة ولماذا كل هذا يا مستر فوستر أجباه في برود اعتبره نوعا من التمثل بالخرافات يا جون ولكن نفذ ما أمرتك به أطاعه لعامل الكهل في حيرة فأحضر حقيبة كول ونقل محتوياته إلى حقيبة كول ثم صنع العكس بأدوات هذا الأخير وقال أتأمر بشيء آخر يا مستر فوستر أجباه فوستر وهي التقط حقيباته ولا يتحوي أدوات كول نعم يا جون أريد منك أن تعطي حقيبة كول وبها أدواتي إلى مستر داني عندما يحضر بعد قليل وتطلب منه فحصها جيدا هل تفهم؟ أرغب رأسيه إيجابا وقال نعم يا مستر فوستر أفهم أفهم تماما أخرج فوستر من جيبيه ورقة وقلما ودور بعض الكلمات في الورقة ثم طواها ونوالها لجون قائلا أعطيه هذا الأمر الكتابي لتنفيذ هذا وضحك مستطردا إنك تدرك تعقيدات البيروقراطية ليس كذلك؟ ابتسم جوني ابتسامة مرتبكة وهو يقول بلى يا مستر فوستر بلى حمل فوستر حقيبة أدواتي في هدوء واتجه إلى ملعب الجولف وراح يضرب الكرة الجديدة في دقة وهدوء مسيرين حتى ظهر داني بكتديه الضخم ومنظاره الداكن واتجه إليه عبر الملعب وقال صباح الخير أيها الرئيس قال فوستر هو يدرب كرته في هدوء صباح الخير يا داني هل تسلمت الأشياء من جون؟ أو ما داني برأسه إيجابا وقال نعم تسلمتها كلها وسيتم بحصها جيدا صار فوستر حتى موضع الكرة الجديد وهو يقول لداني الذي تبعه في صمت وهدوء عظيم والآن أريد منك أن تذهب على الفور إلى المنزل الآمن رقم ثمانية وتقوم بنقل هارولد إلى المنزل رقم تسعة قال داني معترضا ولكننا نقلناه لرقم ثمانية أمس في حزب قال فوستر في صرامة نفذ الأوامر مط داني شفتيه وقال كما تأمر أيها الرئيس واستدهره منصرفا دون أن يضيف حرفا واحدا وفي نفس اللحظة في سيارة أنيقة تقف خارج نادي الجولف هتف حسام الذي نقل إليه جهاز تصنط المثبت في حقيبة فوستر كل حرف تبادله هذا الأخير مع داني نجحت خطتنا أيها الرائد سيذهب داني الآن إلى حيث يحتفظون بها هارولد سألته منافع فعال أتظننا أن نستطيع تتبعه دون أن ينتبه إلى وجودنا؟ أجبها في حزمه يلتقط حقيبته الصغيرة بالتأكيد قالت محذرة لا تنسى أنه محترف وسيكشف أمرنا في سهولة قال مبتسما أعلم هذا والتقط من حقيبته جهاز مراقبة صغير في حجم ذر القميس عادي وهو يقول سأترك لصديقنا الصغير هذا المهمة كلها قالها وغادر السيارة في خفة واتجه الحيث للسيار الداني وهناك أسقط من ديلف وحرك بدا الطبيعية للغاية ونحن ليلتقطه واسترد مع تلك الإنحناء على حقيبة صغير الداني على نحو بدا أكثر طبيعي وفي مهارة ألصق حسام جهزا مراقبة ضقيق في جزء خفي من الحقيبة ثم اعتدل ووصل طريقه في هدو وفي أعماقها اعترفت مونة بمهارته كان مخلصا في عمله بالفعل وذكيا وجريئا في أدائه وهذا هو المطلوب وعندما عاد إلى السيارة قالت في إخلاص أحسنت ابتسم قائلا أشكرك وانتظر في صمت حتى ظهر داني وهو يحمل حقيبة كول وأدوات فوستر واتجه إلى سيارته فألقى الحقيبة داخلها ثم جلس خلف عجلة السيارة وانطلق بها على الفور وفي هدوء شديد أخرج حسام من حقيبته جهازا صغيرا ظهرت فوقه نقطة مضيئة حمراء وقال هذا هو صديقنا داني بهذا الجهاز الصغير يمكننا تذبعه حتى نبلغ موضع صديقنا هاروند وأدار محرق سيارته بدوره وانطلق بها في هدوء وهو يتتبع مصار تلك النقطة الحمراء المضيئة على شاشة جهازه والتي تحدد موقع مصار سير الداني وانطلق داني خارج المدينة خارج نيويورك كلها ثم انحرف عند منطقة ريفية شاسعة على مشارف المدينة وعبرها إلى دغل قريب حتى توقف داخل الدغل عند كوخ خشبي صغير وغضر سيراته وضغط نفيرها ثلاث مرات متباعدة فخرج من الكوخ رجل ضخم آخر يحمل مدفعا آليا لوح بكفيه لداني قائلا مرحبا يا صديقي هل من أوامر جديدة؟ أجابه داني بصوت مرتفع؟ نعم سننقل الجاسوس إلى منزل آخر وعلى بعد عدة أمطار وسط الدغل الكثيف خفض حسام من ظاره المقرب عن عينه وقال في ظفر ها هوز الهدف ولكن مونة لم تشاركه هذا الإحساس بالظفر بل كانت تشعر بالقلق القلق بلا حدود هارولد اكتاز فستر باب مكتبي في خطوة سريعة عنيفة كعادته وسأل أحد رجالي في اهتمام بيلر وهو يجلس خلف المكتب هل اتصل داني؟ أجابه الرجل وهو يمسك سماعة الهاتف إنه على الهاتف ويقول أنه بلغ المنزل رقم ثمانية ويسأل هل يمضي في الخطة حتى النهاية؟ قال فستر في اهتمام سأله هل تتبعه أحد؟ ألقى الرجل السؤال إلى داني عبر أسلاك الهاتف واستمع إليه في اهتمام ثم قال لفستر يقول إنه لم يلمح أحدا خلفه أعقد فستر حاجبيه ويفكر في عمك وصمت ثم قال في حزن كله أن يستمر في الخطة قال الرجل عبر الهاتف استمر يا داني ثم أنهى المحادثة والتفت إلى فستر يسأله هل نتوقع شيئا من هذا يا سيدي؟ أجباه فستر في اقتضاب الكثير كان من الممكن أن يكتفي بهذا الرد المقتضب كعادته إلا أنه وجد في نفسه الرغوة في الحديث فتابع بعد وهل من الصمت خصومان يتصورون أنهما الأسكى هذه المرة ومن الضرورية أن نلقنهم درسا قاسيا يعلمهم أن المخابرات المركزية الأمريكية هي الأقوى دائما وتراجع في مقعاده في زهو واضح مستطردا هو لا بأس من بعض المرح ردد رجله ويتطلع إليه في دهشة المرح بركة عينة فستر ببريق يناسب لقى به كثيرا وهو يقول نعم يا عزيزي المرح في عملنا أمر ضروري يجدد نشاطنا ويمنحنا المزيد من الثقة والفخر ثم نهضى من خلف مكتابه فجأة مستطردا هيا يا رجل اطلب إعداد الهليكوبتر المصفحة الخاصة به وحاتت عينة تتقلقان في جذر عجيب وهو يستطر لا ينبغي أن يفوتن الحرف وبعدها فعل شيئا لم يفعل مثله منذ فترة طويلة لقد قهقى ضاحقا وبمنتهى المرح جذب حسام مشت مسدسه في حزم ويراكب القوخ الخشبي فسألته منا وهي تعد مسدسها بدورها هل تنو مهاجمتهم مباشرة؟ سألها في لهجة أقرب إلى السخرية هل لديك اكتراح آخر؟ مطت شفتيها قائلة؟ لا ليس لدي أي اكتراحات أخرى بدأ أمامهم أربع من المسلحين يغادرون الكوخ مع داني وبينهم رجل مقيد يختفي وجهه تحت لثان سميك وهم يدفعونه أمامهم في غلزة نحو سيارة داني فصوبت منا مسدسها إليهم وهي تتمتم ها هو زه هارلد يمكننا البدء وعلى بركة الله سبحانه وتعالى قاطع حسام بغته مهلا التفتت إليه تسأله في دهشة ألن نبدأ الهجوم؟ هز رأسه نفيا وهو يعيد مسدسه إلى غنده قائلا لا ليس الآن هتفت في خفوت؟ أنتركهم يرحلون به أمام بصرنا وسمعنا؟ افتسم قائلا لن يذهبوا بعيدا إنهم سيستقلون سيارة داني العزيز ألم تنتبه إلى هذا؟ دعينا نسمح لهم بمغادرة المكان يا عزيزاتي فهم الآن في قمة تحفظهم وانتباههم وسنتبعهم حتى يصل إلى المنزل الجديد وبعد أن يستقربهم الحال هناك وتهدأ نفوسهم سنضرب ضربتنا ونستغل لعامل المفاجئة الذي لن يمكن استغلاله أبدا وهم يتحفزون أكذا بدت لها فكرة زكية بالفعل واعترفت في أعماقها أنه زكي وبارع فأعادت مسدسة إلى غمده وقالت أنت على حق رمكها بنظر جانبية صامتة وانتظر حتى انطلق الرجال مع أسيرهم بالسيارة ثم قال في حزم هيا بنا انطلق إلى سياراتهما واستقل لها وراح يتابعا تلك النقطة المضي أمرة أخرى عبر طرق جانبية وعرة حتى بلغ كوخا خشبيا آخر فتوقف يرقبان في اهتمام من خلف شجرة ضخمة وقالت مونة ها هي زي سيار الداني أمام الكوخ ظل حسام لحظات يراقب الكوخ من نزاره قبل أن يقول وها هوزا هرلد في الداخل سألته هل نهاجم الآن؟ هز رأسه نفيا وأجاب امنحيهم بعد الوقت يا عزيزتي ثم تطلع إلى ساعاتي مستطردة ستغرب الشمس بعد ثلاث ساعات سرم نحن كل هذا الوقت ومع اختفاء كرس الشمس في الأفق ترقع سبابات وإبهامه معتياً المعنى المنشوق وغمز بعينيه لمونة قائلاً في مرح هأي ناسبك هذا؟ ابتسبت مغمغمة؟ بالتأكيد قران عليهم الصمت لحظات وسط أعشاب عالية وأشجر ضخمة ولم يعد كلاهما يسمع سوى حفيف الأوراق وزقزقة العصافير وحسام يواصل مراقبته للكوخن في اهتمام بالغ ودون أن يتبادل مع مونة كلمة واحدة لنصف ساعة كاملة قبل أن يرفع منظاره عن عينيه ويسألها بابتسامة كبيرة أتى شعرين بالجوع؟ هزت رأسها قائلة في خفوت؟ ليس كثيرا قال في لاجة تحمل شيئا من الحنان؟ إنك لم تتنوى لشيئا منذ الصباح ثم اعتدل قائلا في مرح حسنا سنتبادل الأدوار أنت تقومين بالمراقبة وأنا أحضر الطعام من الصيارة ما رأيك؟ التقطت المنزار المقرب وهي تقول مبتسمة لا بأس نهض في نشاط ليحضر الطعام من الصيارة ولكنها استوقفته قائلة في تردد حسام إنني التفت يسألها مبتسما إنك ماذا؟ ظلعت إليه لحظة ثم خفتت عينيها قائلة إنني أدين لك بالاعتذار لم ينبس ببنت شفا وإن ظهرت على وجهي ملامح الدهش لحظة قبل أن تتابع هي في ندم وأسف واضحي لقد أسأت معاملتك في البداية دون قصد مني ولكنني لم أكن أحتمل قاطعة في حنان فيما بعد رفعت عينيها إليه فاستقبلتها إبتساماته الهادئة وهو يطابع سنؤجل الحديث حول هذا لما بعد ولو أحبك فيه مستطردا سأحضر الطعام رقبته وهو يبتعد في خفة ونشاط وغمغمت لنفسها إلا قد أخطأت في حقه بالفعل ثم أمسكت المنزار واصطدرت إلى الكوخ وانهامكت في مراقبته أما حسام فقد تابع سيره إلى حيث ترك السيارة وقال النفسي في ارتياح وهو يفتح حقيبتها هيبدو أن الأمور ستنصلح كثيرا مع عزيزتنا مني إنحنال يلتقط حقيبة الطعام وفجأة أصابته ضربة قوية في ظهري كادت تسكته داخل حقيبة السيارة لولا أن تشبس بحفتها في قوة ثم دفع قدمه إلى الخلف في عنف كان رد فعلي مناسبا وسريعا فقد أصابت قدمه معدد خصمه من الخلف وتنهى إلى مسامع صوت آهة ألم مكتومة فسنى جسديه في مرونة وقفز جانبه ودار حول نفسه في السرعة وواجه خصمه وجها لوجه كان خصمه يفوقه حجما بمرة ونصف المرة على الأقل ويحمل مدفعا آليا ضخما وكل خلج من خلجاته تحمل الصرام والحزم والقوة ولكن حسام لم ينتظر لحظة واحدة ولا حتى جزءا من الثاني لقد انقض على خصمه على الفور وقفز يرقل معدته رقلة أخرى أعنف من سابقاتها ثم يرقل المدفع الآلي من يده في قوة وطار المدفع من يد الرجل واستقر وسط الأعشاب الكثيفة فهتف الرجل في غضب أيها الحقير لم يعترض حسام على العبارة بلوز واحد وإنما جاء اعتراضي على هيئة لكمة عنيفة وجهها إلى أنف الرجل الذي تراجع خطوة إلى الوراء ثم انقض على حسام وأمسك وسطه بكفيه ورفعه إلى أعلى كما لو كان طفلا صغيرا وهو يهتف سأحطمك أيها الرجل الصغير وبكل قواه هوا حسام على جانبي عنق الرجل بحفتي يديه ثم رفع رجبته في نفس اللحظة ليضرب بها فكه وصرخ الرجل في ألم ولكنه لم يفلد حسام وإنما دفعه أمامه وهو يندفع إلى حيث جزء شجرة ضخمة وضرب ظهر حسام بها في عنف صارخا سأحطمك سأحطمك شعر حسام بألام رهيبة في عموده الفقري والرجل يضربه بالجزء الضخم مرة ومرة ومرة وأدرك أن جسده لن يحتمل هذه الدربات لفترة طويلة فانتزع مسدسه من غمده وقال في ألم أنت أردت هذا أيها الوغد شعر الرجل بفوهد المسدس تلتصق بصدغه فأبعد رأسه في سرعة وألقى حسام أرضا ثم انتزع مسدسه بدوره هاتفا نعم أنا أردت هذا رفع فوهد مسدسه نحو حسام بسرعة مدهشة ولكن حسام كان الأسبق في ضغط زناد مسدسه المزود بكتم للصوت وجهزت عين الضخم لحظة وبدأ كأنما أضيفت إليه عين ثالثة في منتصف جبهتي تماما ثم لم تلبس تلك العين الثالثة أن تفجرت بالدماء وسقط الضخم جثة هامدة عند قدمي حسام الذي قفز واقفا وقال في توطر إذن فقد كشفتم أمرنا وانطلق بكل سرعاته نحو المخبة الذي تختفي فيه منا ولم يقد يبلغه حتى هاتف بها هيا سنهاجم الآن سألته في دهشة قلقة لماذا ماذا حدث أجاب في حزم لقد كشفوا وجودنا أحدهم هاجمني عند السيارة ولو لم نهاجم الآن فقد نخسر كل شيء إننا نعرف موضع هارولد الآن ولن نضيع هذه الفرصة أبدا سألته في جزع ألن نضع خطة للهجوم؟ قال في صرامة إنهم يعلمون بوجودنا وينتظروننا ولم تعود هناك فائدة من الاختباء والمروغة سأحضر كل الأسلحة من السيارة ونهاجم على الفور قالت في حزم سنحضرها معا عاد إلى السيارة وأحضر كل منهما مدفعا آليا وكمبلتين دخان ومسدسا وكمية لا بأس بها من الزخيرة ثم قال حسام في حزم سنهاجم من محورين قنابل الدخان أولا ثم هجوم بالمدافع الآلية سألته في قلق وماذا عن هارولد؟ ألا يحتمل أن يقتلوه إذا ما بدرناهم بالهجوم؟ هدف مطلقا إنهم سيتصورون أننا نحن نسعى إلى قتله والتخلص منه ومن كل ما يحمله من أسرار وسيدافعون عنه بأقصى ما يمكنه اطمئني راقب الكوخ لحظة ثم قال الآن افترك في الجانبين واتجه هو إلى يسار الكوخ في حين اتجهت هي إلى يمينه ومن بعيد أشار إليها إشارة خاصة وبدأ الهجوم بدأ بكمبل الدخان ألقاها حسام نحو نافذة الكوخ اليسرى هاتفا الآن ألقت مناكم بلتها بدورها نحو النافذة اليمنى ثم ضغطت زيناد مدفعها الرشاش وغمرت الجانب الأيمن للكوخ برصاصاتها في سخاء منقطع النظير وفي أول مواجهة حية بعد عمله بالمخابرات العامة أثبت حسام جرأ حقيقية منقطعة النظير لقد أطلق رصاصاته على الجانب الأيصر للكوخ بدوره ثم اندفع نحوه في جسارة مستغلا عامل المفاجأة وأطلق النار على رتاجه ثم دفع بابه بكتفه وقفز داخله وتضحرج على أرضه في مرونة ثم اعتدل مصوب المدفعه إلى من داخله وهنا كانت المفاجأة لم يكن هناك مخلوق واحد داخل الكوخ فقد عدة دمى في حجم البشر تشبه أحداه هارلد وتشبه الأخرى داني ثم بعض الدمى الأخرى وهتف حسام في غضب اللعنة كانت صحبة دخان تملأ الكوخ فاندفع مرة أخرى خارجه وهتف كفا يا مونة كفا نتقها بالإنجليزية فأوقفت مونة سالي رصاصاتها وهي تسأل بإنجليزية مماثلة ماذا حدث هتف إنه فخ وهنا انبعث صوت فستر عاليا من عدة مكبرات صوتية تحيد بالمكان وهو يقول في صخرين صدقت أيها الانتحاري إنه فخ شهرت مونة بتوتر بالغ وتلفتت حولها في الطراب في حين هتف حسام بالإنجليزية اذهب إلى الجحيم أتى صوت فستر يقول لست أدري من من سيذهب إلى الجحيم أيها الانتحاري ثم ارتفع صوته وهو يقول في صرامة امنحوها عينة مما نملك يا رجال وهنا انهمر سيل الرصاصات الحقيقي بل شلال منها شلال من رصاصات قاتلة انهمر على رأسي بطلين حسام ومونة من أنت؟ على الرغم من شلال الرصاصات التي انهمر على حسام ومونة إلا أن رصاصة واحدة منه لم تصب أحدهم وإنما أحاطت رصاصات بهم أحاطت الصور بالمعصم قبل أن يرتفع صوت فستر قائلا إنها مجرد عينة كما أخبرتكم شعرت مونة بخوف شديد وهي تقول لحسام في خفوت إنهم يحيطون بنا تماما تمتم حسام في صخت فيها للأوغات ثم قال لمونة في حزن تذكري أنه منذ هذه اللحظة لن نتحدث أو ننطق حرفا واحدا إلا بالإنجليزية أو العبري هل تفهمين؟ أجابته بالإنجليزية نعم ارتفع صوت فستر مرة أخرى يقول في صرامة هيا إننا أنتظر استسلاما غير مشروط سألت مونة حسام هل نستسلم؟ قال في حنق ليس أمامنا سوى هذا ثم أضاف غاضبا في الوقت الحالي وألقى مدفعه قائلا في حدة إننا نستسلم أيها الوغد شعرت بضيق شديد وهي تلقي مدفعها وترفع يديها مستسلم ثم لم يلبسها الضيق أن تحول إلى مزيج من الدهشة والخوف عندما برز من بين الأشجار عشرات من رجال المخابرات الأمريكية يحملون مدافعهم الآلية ووسطهم داني الذي يبتسم ظافرا ويتجه إليهما قائلا لقد وقعتما أجبا حسان بالإنجليزية في سخرية؟ من دواعي فخرين على الأقل أن تجندوا كل هذا الجيش للقاع بنا قال داني في غلزة؟ لم نكن نعرف عددكم قال حسان في سخرية؟ حقا؟ أمسكه داني من يقاطي فجأة في غلزة وهو يقول في حدة اسمع أيها الرجل أنت تواجه أقوى جهاز مخابرات في العالم أجمع ونحن نستطيع سمع دبيب النملة ورصد أصغر حشرة تحاول الاقتراب منه قال حسان بنفس السخرية ربما يعاونكم على هذا شعوركم بالانتماء لعالم الحشرات بدأ لمنى شديد الشبه بأدهم صبري وهو يتعامل مع خصومه بكل السخرية والاستهتار وبدأ لها داني أشبه بكتلة ملتهبة من الغضب وهو يصرخ به سأعلمك من منا ينتمي لعالم الحشرات أيها الحقير وهنا ظهر فستر نفسه وهو يقول ليس الآن يا داني لا تجعل ضيفينا يظنان أننا نفتقر إلى القرم واتجه إلى حيث منا وحسان في بطء وهدو ثم رمك كل منهما بنظراته الحادة المتفحصة قبل أن يقول أعترف أنكم لعبتم اللعبة في إتقان شديد وبمهارة استحيق الإعجاب وكان يمكنكم الانتصار لو لأنكم تواجهان جيمس فستر نفسه بدأ لهما شديد الغرور وهو يتابع لقد كانت لعبة ذرع أجهزة تتصند في مكتبتي رائعة ولكنني أدركت أن زيارتك يا فتاتي ليست طبيعية لذا فقد أمرت رجالي كتابة بفحص كل شبري بالحجرة حتى كشفنا وجود جهازي التصند وبعدها أدركت أن تلك الصرقة المزعومة لخزانة نادي الجولف كانت مجرد وسيلة لتغطية محاولة زرع جهاز تصند آخر في حقابة أدوات الجولف الخاصة به وارتسمت على شفتي ابتسامة زهو واضح وهو يضيف ولكنني تظاهرت بالغباء وبأنني أظن أن جهز التصند مزروف في إحدى أدواتي وليس في الحقيبة نفسها وتظاهرت بأنني أطلب من داني فحص الأدوات في نفس الوقت الذي تركت له فيه ورقة أشرح فيها الأمر كله وأطلب منه التظاهر بالغباء والذهاب إلى منزل خداعي أعدادناه كفخر من يحاول تعقبنا مثلكما واتسعت ابتساماته ويستطرد ولقد نجحنا في خداعاكم قال حسام سخرا هل أصفق؟ رمكه فستر بنظر حد وقال ما جنسياتك يا فتى هز حسام كتفي قائلا سأمنحك فرصة للتخمين ده قطحت كتب فستر وهي تفرس في ملامح لحظة قبل أن يقول أنت عربي؟ أجبه حسام في برود ربما ده راجع فستر خطوة وأشار لأحد رجاله قائلا في الصرامة فاتش هما انعقد حاجب حسام هو يقول لو حاول أحدكم لمس زميلتي فسيكون هذا آخر ما يفعله في حياتي كلها ابتسم فستر قائلا هذا يرجح كونك عربيا خشيت مونة أن ينكشف أمرهما فقالت لا بأس يا ديفيد يمكنهم تفتيشي صحبه حسام في غلزة متعمدة لا تنطق أي أسماء التقى حاجبه فستر في شدة وهو يردد ديفيد أأنتما؟ بطر عبارته مرة واحدة والتقت نظراتي بنظرات داني في قلق قبل أن يقول لا بأس لن أهتم بتفتيشكم هذه المرة ولكنني أطالبكم بإفراغ محتويات جيوبكم كلها أمامنا أطعوا هذه المرة وأفرغ محتويات جيوبهم عن آخرها ورح داني يفحص المحتويات في اهتمام بالغ ثم قال لا يوجد أي شيء يشير إلى شخصيتهما يا سيدي لا أوراق أو جوازات صفر أو رخص قيادة لا شيء قط ألقى فستر نظر سريع على كل الأشياء ثم قال هو ماذا عن هذا؟ والتقط من بين الأشياء ورقة نقضية رفعها أمام وجه حسام قائلا لقد نسيتم هذه يا عزيزي ديفيد كانت ورقة من فئة العشر ليرات الإسرائيلية تطلع إلي حسام في دهشة مصطنعة قبل أن يلتفت إلى مناهاتفا في غضب مفتعل أيها العينة ألم أطلب منك التخلص من كل ما يمكن أن يشير إلينا؟ تظاهرت منا بالارتباك وهي تقول لم أنتبه إلى هذه الورقة يا ديفيد صدقني صح؟ سأقتلك يا هانا سأقتلك من أجل هذا تبادل داني نظرة أكثر قلقا مع رئيسه الذي غمغم في خفوت يا للشيطان إنهم إسرائيليان قال داني في قلق سيدي هذا سيثير أزمة في القاطع فستر مشيرا بيده اسمت ثم التفت إلى حسام ومونة وقال سنؤجل أمر جنسياتكم هذا إلى ما بعد أما الآن فسيقودكم بعض رجال إلى سيارتكم وسنقوم بتفتيشها جيدا ثم سيصحبكم رجالنا بها إلى إداراتنا حيث يتم استجوابكم جيدا وأشار إلى أحد رجاله قائلا خذهم إلى هناك استحب الرجل مع ثلاثة آخرين حسام ومونة إلى حيث تقف سياراتهما في حين قال داني في توتر أتصدق أنهم إسرائيليان حقا يا سيدي أجباه فستر في توتر لا يمكنني استبعد هذا فعلى الرغم من التعاون القائم بيننا وبين الموساد منذ زمن طويل إلا أن هؤلاء الإسرائيليين ليتورعون عن القيم بأية أعمال تحيولية مدام هذا في صالحهم بغض النظر عن الأخلاقيات والقواعد والمثل قال داني في ارتياع إلى حد درجة سوس بين صفوفنا لوح فستر بكفيه قائلا إلى أي حد يا داني إلى أي حد ثم ذوم بين حاجبيه مستطردا في توتر ولكن من المؤكد أن هذا سيزيد الأمر تعقيدا يا داني سيزيده تعقيدا إلى درجة رهيبة بحق في نفس الوقت الذي دارت فيه هذه المحادثة بين فستر وداني كان الرجال الأربع يقودون حسام ومونة إلى سيارتهم وغمغمت مونة بالإنجليزية لقد فشلت المهمة أجب حسام في حزن ليس بعد لم تنقش في هذا ولكنها شعرت في أعمقها أنه متفائل أكثر مما ينبغي فلاست بالصمت وحاولت أن تتخيل ما سيفعله أدهم لو أنه في نفس الموضع ثم لم تلبس أن نفضت الصورة من عقلها وهتفت في داخلها استيكوزي يا مونة لا داعي للعيش في عالم الخيال إلى الأبد لقد اعتزل أدهم العمل وحسام هو رفيقك الآن هيا تقبل الأمر في شجاعة وواقعية كان قد بلغ السيارة في حراسة الرجال الأربعة فتوقف حسام عن السير وقال في سرامة لن أخط خطوة واحدة زائدة دفعه أحد الرجال في غلزة قائلا تقدم يا رجل وإلا حطمت رأسك شعرت مونة بالدهشة لموقف حسام وهو يقول في عناد لن أخط خطوة واحدة دائدة دفعه أحد الرجال في غلزة قائلا تقدم يا رجل وقال له حطمت رأسك شعرت مونة بالدهشة لموقف حسام وهو يقول في عناد افعل ما يحلو لك ولكنني لن أتحرك من قيع هذا لكذاه الرجل بكعب مدفعي في عنف هاتفا قلت تقدم لم تكن الضربة قوية إلى حد كبير ولكن رد فعل حسام جعلها تبدو أشبه بكم بلد مدفع السقط أرضا وتضحرج لمترين كاملين وأحد الرجال الأربع يقول في سخرية هيا يا رجل لا داعي لكل هذه التمثيل يا ستخيفة إننا نعلم أنك أقوى من أن تجندلك ضربك هذه ولكن فجأة اعتدل حسام وهو يحمل بين يديه مدفعا آليا جعل الرجال الأربع ومونة يحدقون فيه بدهشة وهو يهتف سخرية هي للزكاء قبل أن يفوق الرجال من دهشتهم كانت سبابته تضغط الزناد ورصاصات المدفع الألي تحصد الرجال الأربع حصدا وهتفت مونة وهي تندفع إليه من أين حصلت عليه؟ أجابها وهو يعد إلى جانبها نحو السيارة لقد أطحت به من يد الرجل الذي هاجمني عند السيارة وتذكرت مكانه جيدا حتى أعود إليه عند الحاجة هتفت في إعجاب حقيقي أنت رائع يا حسين كفزت داخل السيارة وأدار محركها هاتفا سيسعدني سمع هذا الإطراء فيما بعد أي طراء أما الآن فاتخذي مقعدك في سرعة واربطي حزام الأمان جيدا فستبدأ المطارد على الفاول ولا بد لنا من بدء الفرار من الآن وإلا فلن تعرف الرحمة طريقها إلى ما سيحدث بعد لحظات قالها وانطلق بالسيارة قصاروخ وبدأت المطارد لم يكاد صوت رصاصات المدفع الألي يبلغ مسامع فستر ورجاله حتى تفجر القلق والدهشة في قلوب الجميع وهتف فستر أسرع يا رجال أسرع لتغطية زملائكم اندفع عشرة الرجال لنجد زملائهم في حين أضف فستر وأنت يا داني خذ معك ثلاثة رجال واستقل لسيارتك لمطارد ديفيد وزميلته لو أن هذه الرصاصات تعني نجحهم في الفرار هتف به داني وهو يسرع نحو سيارته وماذا عنك يا سيدي؟ أجبه فستر سأكون الغطاء الجوي لكم يا رجل انطلق داني بسيارته بصحبة الرجال الثلاثة وعبر طريقا مختصرا قصير قادهم مباشرة إلى الطريق الأسفلتي حيث بدت سيارة حسام ومونة وهي تنطلق مبتعدة فصح داني برجاله استعدوا يا رجال سننسف هذه السيارة نسفا ضغط دواست الوقود حتى نهاية مداها وانطلق بسيارته المزودة بدائرة سرعة إضافية للحق بسيارة حسام الذي زاد من سرعاته بدوره عندما لمح سيارة داني وقال لمونة بدأت المطاردة الفعلية يطرقت أخبريني هل يمكنك إطلاق النار من الزجاج الخلفي؟ التقطت المدفع الألي وعبرت من فوق مقعدها إلى الأريكة الخلفية قائلة في حزم بالتأكيد حطمت الزجاج الخلفية بعدة ضربات من كعب مدفعها وصوبت فوهة المدفع إلى سيارة داني وأطلقت النار رأت رصاصات ترتطم بزجاج السيارة وجسمها ثم ترتد عنهما في عنف دون أن تترك فيهما إلا عدة خدوش بسيطة فهتفت بحسام إنها سيارة مصفحة عقد حاجبيه في توطر وهو يقول وسرعتها تفوق سرعتنا كان ينطلب بأقصى سرعة تسمح بها سيارته ولكن سيارة داني كانت تقترب بسرعة مما جعل حسام يقول لابد من مناورة مباغتة ثم هتف فجأة تشبسي أي طرقت وجذب ذراع فرامل اليد الإضافية في قوة مما كبح جماح سيارتي على نحو المباغت ثم أدار عجلة القيادة في سرعة وترك السيارة دور حول نفسها نصف دورة وتواجه سيارة داني الذي هتف ما الذي يفعله هذا المجنون وبالمبادرة مدهشة انطلق حسام بسيارته نحو سيارة داني صائحا الإطارات أعتها الرائد صوبي إلى الإطارات أطعتهم هنا دون تفكير وانتظرت حتى بدت إطارات سيارة داني فأطلقت رصاصاتها نحوها بلا تردد وانفجر الإطاران الأماميان لسيارة داني الذي فقد سيارته عليها وحاول منعها من الخروج عن الطريق في استماتة وهو يسرح أيها الأوغاد أيها الأوغاد ومرة أخرى جذب حسام زراع فرامل اليد الإضافية وضرب السيارة نصف دورة وانطلق في مصاريه الأول هاتفا في ظفر لقد هزمناهم أيضها الرائد انتصرنا على عمالقة المخابرات الأمريكية فوجئ بها تقول في صوت مرتجف ليس بعد لم تكت تنطقها حتى التقطت أذناه طانين مروحة الهيليكوبتر التي تقترب منه في سرعة فالتقى حاجباه وهو يقول في توطر يبدو أنهم يستخدمون السلاحهم الجوي أيضا لم يكاد يتم عبارتي حتى انهالت رصاصات مدفع الهيليكوبتر على السيارة واخترك بعضها صقفها والمقعد الذي كانت تحتله مونة وهشم زواجها الأمامي فهتفت مونة في زعر إنهم يجدون التصويب أدار حسام عجلة القيادة قائلا في حزن فلنجعل مهمتهم عسيرة على الأقل اتخذ في انطلاقاته مصارا متعرجا وراحت رصاصات تنهمر عن يميني ويصار وبعدها ينجح في إصابة جسم السيارة وقالت مونة إنك بهذا تمنعني من التصويب سألها في دهشة هتحاولين إطلاق النار على الهيليكوبتر هتفت في حزم هو لملاه أطلق ضحكة جذلة وقال نعم هو لملاه ثم أضاف في حزم هيا استعدي سأتخذ فجأة مصارا مستقيم وعندئذن أطلق النار عليها واعتدل في مصاريه فجأة هاتفا الآن وهنا رفعت مونة مدفعها وأطلقت سالة من الرصاصات على الهيليكوبتر ولكن الرصاصات ارتدت عن جسم الهيليكوبتر وزجاجها كما فعلت مع صيار الداني فتهلكت مونة قائلة في إحباط إنها أيضا مصفحة صارت توطر في جسد حسام وعند الانطلاق في مصاري المتعرج مغام غمان رباه إننا نواجه تكنولوجياتهم كلها ثم لمح لافت على جانب الطريق في هاتف ولكن هناك أمل سألته في لهفة ما هو؟ أجاب في حزن لقد اقتربنا من نيويور ولو نجحنا في دخولها فلن تتمكن هليكوبتر من الظفر بنا قالت متوترة لو لم تظفر بنا قبلها لوح بكاف هاتفا إنه كيلو متر واحد سنقطعه في أقل من نصف الضقيقة وبعدها يتناشى الخطر ولكن في نفس اللحظة داخل الهليكوبتر كان الطيار يقول لفستر إنه مراوغ بارع يا سيدي لابد أن نعترف بهذا وسيبلغ نيويورك بعد لحظات وعند إذن لن يمكننا مؤساة إطلاق النار عليه هاتف فستر في غضب؟ لماذا؟ أجابه الطيار في دهشة؟ لأنه سيدخل المدينة يا سيدي ولو أطلقنا رصاصة واحدة داخلها فلن يخفر لنا مخلوق واحد هذا قال فستر في صخت اللعنة على تلك الديمقراطية ثم هدف بالطيار فلتمنعه إذا من بلغ نيويورك بأي سمن أجابه الطيار في حماس سمعا وطاع يا سيدي كان حسام لحظاتها يقول لمنى في حماس ها هي دي نيويورك يطهراء سنبلغها بعد لحظات ونتجاوز دائرة الخطر وفجأة تجاوزته الهليكوبتر إلى نهاية الطريق الذي يقود إلى نيويورك واستدارت تواجهه مما جعله يبتر عباراته بغمغما في توطر ماذا يفعلون؟ وهنا انطلقت الهليكوبتر في مواجهته وأطلق مدفعها النيران نحوه وكانت المواجهة أخطر مواجهة المدينة ماذا تفعل عندما تواجهك هليكوبتر مسلحة مصفحة تمترك بالنيران؟ من المؤكد أن الجواب المنطقي مثل هذا السؤال هو الاستسلام دون قيد أو شرط لو أن الاستسلام ممكن وفي ذلك الموقف الذي يواجهه حسام ومونة فقرأت مونة نفسها في الاستسلام دون قيد أو شرط بل وتمنت لحظة لو أن هذا ممكن ولكن حسام كان يرفض الفكرة تماما لم يكن من السهل عليه أن يتقبل فكرة الاستسلام وهو على بعد نصف الكيلو متر من أول طريق النجاء لذا فلم يتوقف حسام صحيح أن الهليكوبتر كانت تنقض عليه وتمتر برصاصاتها وأن بعد هذه الرصاصات اخترق جسم السيارة وكاد يبلغ قدميه وأن زجاج السيارة تهشم تماما وعبرته بعض الرصاصات مرقت فوق رأسامونة قبل أن تعبر من النفذة الخلفية المحطمة ولكن حسام لم يتوقف وعلى العكس تماما ضغط دواست الوقت بقوة أكبر وكأنما يحاول إجبار السيارة على الانتلاك بسرعة تفوق سرعتها القصوى وفجأ فستر وطيار الهليكوبتر بهذه المبادرة المدهشة فهتف الأول في دهشة عارمة ما الذي يفعله هذا المجنون؟ أجبه الطيار في توطر من الواضح أنه شديد العناد أنه يفضل الموت على الاستثناء صح فستر انصفه إذا أطلق عليه أحد صواريخ هنا هتف الطيار وهو يجذب عصى القيادة إليه في قوة لم تعود المسافة تسمح بهذا رأى حسام الهليكوبتر تاستفع فعاد إليه الأمل وأخذ يقول سننجح أيها الملازم سننجح بإذن الله ولكن فستر صحب الطيار في غضب أطلق نيرانك على خزان الوقود هيا بسرعة استدار الطيار بالهليكوبتر مرة أخرى وراح يمتر خزان الوقود برصاصاته في اللحظة التي هتف فيها حسام لقد وصلنا وهنا اشتعل خزان الوقود وارتفعت منه ألسنة اللهب فصاحت منا السيارة استنفجر ضغط حسام فرامل السيارة في عنف فانطلق صرير الإطارات في قوة ودارت السيارة حول نفسها أكثر من مرة قبل أن تتوقف على جانب الطريق والقرب من مدخل المدينة وهتف حسام بسرعة يطهر رائد بسرعة قفز مع منا خارج السيارة وراءهما فستر يعدوان نحو المدينة فصرخ بالطيار اقتلهما قبل أن تفقد أثرهما ولكن الطيار صاح لم يعد بإمكاننا هذا لقد دخل المدينة ومع آخر حروف كلماته انفجرت السيارة بدويه هائل لتضع نهاية لهذه المرحلة من الصراع وبداية لمرحلة أخرى مرحلة المطاردة تطلع قائد بوليس نيويورك لحظات إلى ذلك الخطاب الرسمي الذي يمسكه بين يديه ثم رفع عينيه إلى الرجل المتين البنيان الذي يقف أمامه صامتا مرتديا منظرا شمسيا داكنا على الرغم من وجوده داخل الحجرة وسأله أأنت واصك من أن هذا يخص السي آي اي مباشرة أهم أرجو برأسه إيجابا وقال في برود ستجد لديك كل الأوراق والتوقعات الرسمية قال قائد البوليس في خشونه لقد رأيت هذا ثم وضع الخطاب على سطح مكتبه والتقط رسمين يقترب شكله من هيئتي حسين مونة وقال إذن فالمطلوب منه هو تجنيد معظم رجالنا للبحث عن رجل وفتاة لهم هذا الشكل ثم نقوم بتسليمهما إلى السي آي اي غمغوا رجل بنفس البرود هذا صحيح رمكه قائد البوليس بنظرة تشوف عن عدم الارتياح ثم أزح السورتين جانبا وقال هو لماذا خلفت السي آي اي القانون وعملت داخل البلاد أليس من المفروض أن الأعمال الداخلية تخصنا أو تخص الاف بي آي أجابه الرجل إنها عملية خارجية ولكن تطور الأمور قادها إلى الداخل ردد قائد البوليس هكذا ثم هز رأسه لحظات في صمت قبل أن يضيف لقد وجدتم حلا قانونيا أليس كذلك؟ بدأ شبح ابتسامة على ركن شفتين الرجل وهو يقول في اقتضاب بالتأكيد ذفر قائد البوليس في الضيق ثم ضغط أحد الأزرار على مكتبه فوفته وسكر سيرته على الفور وهي ترتدي زيها الرسمي ونوى لها صورتي حسام ومنوه وهو يقول خزياليا إصنعي مئة النسخ من هتين الصورتين وأرسلي نسخة من كل منهما إلى كل رجل من رجالنا في أرقان نيويورك كلها وأبلغي الجميع أن هذا الأمر يحوز أولوية مطلقة أخذت الصورتين قائلة سأنافذ هذا على الفور يا سيدي ولم تنسى أن تلقي نظر على رجل زي المنظر الداكن قبل أن تغادر المكتب وفهمت على الفور أن الأمر هذه المرة بالغ الأهمية والخطورة جلس حسام أمام المرآة المتهالكة في حجرة رضيئة من حجرات فنادق الدرجة الخامسة في أحد أحياء نيويورك يثبت تحت أن فيه شاربا مستعارا أشكر اللون بعد أن انتهى من ارتداء شعر أشكر مستعار وعدستين ذرقا وين لعينيه ثم التفت إلى مناس ألها ما رأيك؟ شعرت بشيء من خيبة الأمل وهي تتطلع إلى تنكره الذي بدى لها على الرغم من إتقانه أشبه بلعبة من لعب الأطفال مقارنة بما كان يكون به أدهم صبري قديما ولكنها تمتمت لبأس كانت تلتدي بدورها شعرا مستعارا له لون كستنائي لامع ومزارا ضخما أبدل هيئتها تماما ولكنها كانت تعتقد أنه من السهل على أي شخص تعرفها هيو حسام لو أنه يبحث عنهما بالذات مما يملأ نفسها بالقلق والخوف والكثير من التوطر على عكس حسام الذي بدى هادئا واثقا وهو يقول كل ما علينا الآن هو أن نغادر هذا الفندق الحقير وبعدها يمكننا قطع نيويورك بكله حتى نبلغ ذلك المنزل الآمن في مواجهة منزل عزيزانا فستر سألته في قلق هل تنوي حقا للعودة إلى هناك؟ أجاب في حسب إنه أفضل مكان نذهب إليهم فلن يتصور أحدهم أبدا أن نفر منهم ثم نعود إليهم هكذا أومأت برأسها متفهمة وقالت ربما كنت على حق ابتسم قائلا اتمؤني إنني على حق في نفس اللحظة التي نطق فيها عباراته كان اثنان رجال الشرطة يدخلان إلى الفندق الحقير وأحدهم يقول الآخر معزرة يا مائك إنني أحترم أسلوبك في التفكير ولكنني أعتقد أنهما من جسوس عاقل يقبل بالمبيتهم فندق ماريو الحقير هذا أجابه ماك في حاز هو لو لابد لنا من دراسة كل الاحتمالات يا أرثر ثم تلفت حوله هاتفا ماريو أين أنت يا رجل دقى برحته جرسا بدايا صدئا فوق من ضد استقبال متآكلة فظهر من باب جانبي رجل نحيل طويل الأنف يمسك بشفتي بقايا سيجارة كادر ماضيها يحرق شفتي وشعيرات زقنه النامية وهو يقول بعينين النصف مغلقتين مساء الخير يا مائك وأنت يا أرثر ما الذي أتى بكم هذه المرة لقد قطعت كل صلاتي بالنساء والمخدرات و قطعه أرثر في سرامة لسنا هنا للتفتش عن الأشياء الروتينية يا ماريو غمهم الرجل في ارتياح وهو يلوك الكلمات بشفتيه كما لو كان يمضخ عقب السيجارة المشتعل بينهما حقا أخرج مائك من جيبيه صورتي مونة وحسام ووضعوهما أمام ماريو قائلا في لهجة خشنة هل سبق لك رؤية هزين ألقى ماريو نظرة خوية على الرسمين وقال هذا هو الرسم الذي يتم صنعه باستخدام أوصاف المتهمين وقاطعه مائك هل سبق لك رؤية هما ألقى ماريو نظرة أخرى على الرسمين ثم سأل مائك في اهتمام أتوجد مكافأة للإرشاد عنهما أجبه مائك في ضيق لا لا توجد أي مكافأات وأضف أرثر في سرعة ولكن هناك استعداد للتغاضي عن بعض التجاوزات قرر ماريو بلهجة نصف نائمة حقا ثم أشار بيده مستطردة إنهما بأعلى ثالث حجرة اليسار تبادل مائك وأرثر نظرة ملوءها الدهشة قبل أن يسأله أرثر في الفعال أأنت واصك يا ماريو انزل لرسمين مرة أخرى بثق ماريو الجزء الأخير من عقب السيجارة وسحقه بقدمه في قوة وهو يقول في تراخي أنا لا أنسى أبدا وجها رأيته من قبل تبادل مائك وأرثر النظرات مرة أخرى وقال الثاني للأول أخرج أنت للطريق الجانبي ورقب السلم الخلفي جيدا أما أنا وسأصعد مع ماريو إليهما قال ماريو معطاردا ماذا تقول يا رجل لقد أرشدتك إليهما في حازب انتفع ماك مغادرا للمكان لمراقبة الشارع الجانبي وسلالم الطوارئ الخلفية في حين جذب أرثر ماريو من ياقته وهو يقول في صرام ستصعد معي يا رجل شئ تم أبيت هم هم ماريو بعبارة ساخطة وصعد معه إلى الطابق الثاني عبر درجات خشبية متأكلة حتى بلع حجرة حسام ومونة فضق ماريو بابها وقال مع زرع يا سيدة المحترم هل تطلب شيئا من الشراب؟ أتى صوت حسام يقول لا ليس الآن وهنا أزح أرثر ماريو جانبا وهو يقول يكفيك هذا يا رجل ثم رقل الباب بقدمه في قوة فانتزعه من مفاصله الصدق وألقى وسط الحجرة وهو ينتزع مسدسه ويقفز وسطها صائحة استسلمة المكان محاصر توقف لحظه في توطر عندما لحظ أن الحجرة خالية ولكنه سمع في اللحظة نفسها ضوير صاصتي مقترنا بصوت ماك وهو يصرخ في الخارج أرثر إنهم يحاولان الفرار اندفع أرثر نحو النافذة المفتوحة ولكنه لم يكاد يطل برأسيه منه حتى تلقى رقل عنيفة في أنفه أسقطته على ظهره ثم قفز حسام داخل حجرة هاتفا معزر يا رجل سأستعير مسدسك دوا في الوقت نفسي صوت رصاصة ثالثة استضمت بحافة النافذة قبل أن تقفز من عبرها إلى الداخل وتراجع مريو ملوحا بكفيه هاتفا إنني لم أخبرهما شيئا أكسم لكما أما أرثر فحاول أن يعتدل قائلا لن تحصل على مسدسي إلا فوقا قاطع حسام برقل أخرى قوية في ضقنه أفقدته الوعي فسقط رأسه مرتطما بالأرض وانحنى حسام في سرعة يلتقط المسدس وهو يقول للمريو في سرامة ابتعد يا رجل قفز مريو جانبا ومرق حسام ومونة من جانبه إلى خارج الحجرة ودوت خلفه مرصاصة رابعة من ماك الذي رفع جهازه اللاسلكي وهتف عبره في توطر شديد هنا ماك من الفريق السابع لقد عثرنا على الهاربين وأحتاج إلى نجدة قريبة وسريعة وإلى محاصرة المنطقة كلها لم يسمع حسام ومونة هذا ولكنهم انطلق بأقصى سرعتهما لمغادرة الفندق الحقير واندفع ماك محاولا اعتراضهما وهو يهتف توقف وأطلق النار ولكن حسام استضر إليه في سرعة مدهشة وأطلق عليه رصاصة القطح أرضا ثم وصل اندفاعه نحو سيارة الشرطة ومونة تهتف به في هذا تختلف كثيرا عن أدهم إنه لم يكن مصرفا في سفك دماء الآخرين مثلك كفز داخل سيارة الشرطة قائلا في صرامة اركابي بسرعة يطرأت كفزت إلى جواري فأدار محرك السيارة وانتلق بها خارج الشارع ثم انحرف يمينا في عنف وتجاوز سيارة شرطة أخرى حاولت اعتراض طريقه واطلق لسيارته لعنام وخلفه تدوي أبواق سيارة الشرطة الأخرى قبل أن يقول في الضيق لقد أصبت ذلك الشرطي في كتفيه في حزب هتفت حقا؟ لقد تصورت أن قاطع في حدة واضحة سنؤجل الحديث عن هذا لما بعد يطرأت ألا تعرينا أن نصف شرطة نيويورك تطاردنا؟ التفتت خلفها لترى خمسة سيارات شرطة تطارد سياراتهما في إسراء وحسام يروغها كله في مهارة مدهشة فينحرف في طريق جانبي أو يتجاوز إشارة مرور أو يسير عكس خطوط السيار المعتادة ولم يكن ذلك سهلا؟ لم يكن كذلك أبدا في مدينة شديدة الإزدحام مثل نيويورك وفجأة ظهرت أمامهم بعض المتاريس التي أقامها رجال الشرطة فصاحت منا احترس يا حسام لم يجب وإنما زاد من سرعته ورأى بنادق رجال الشرطة مصوابة إليه فهتف في حزب إنحاني وتشبسي جيد أطلق رجال الشرطة نيران بنادقهم عليه واختركت رصاصاتهم من ذجاج النافذة وخدشت إحدها كتفه في حين مركت الثانية على قيد سنتيمتر واحد من عنقه ولكنه واصل انطلاقته ورفع إطارات السيارة نحو حافة الإفريز وكفزت السيارة في الهواء كفزت كطائرة صغيرة تشك الهواء ثم تهبط على إطاراتها في عنف وكفزت السيارة مرة أخرى عندما ارتطمت إطاراتها بالأرض ثم وصلت انطلاقها بنفس السرعة ورصاصات الشرطة تنهامر على زجاجها الخلفي وتحيله إلى فتاة ونهضت مونة من إنحنائها وبقايا الزجاج المحطم يغمرها وحتفل لا يسعني إلا الأطراف لك بالبرع ولكن هل سنواصل هذا طيلة الليل؟ أجبها في حزم كلا بالطبع ولكننا فقدنا مطاردين الآن على الأقل وهذا يمنحنا بعض الوقت لتبدل خطتنا لم يكاد يتم حديثي حتى ضغط فرامل السيارة في عنف وأوقفها إلى جانب الطريق هاتفا في مونة هيا غادرت معه السيارة وانطلق يعدوان جنبا إلى جنب عبر طريق جانبية ضيقة حتى بلغ بناية ضخمة فقال حسام أرهن أن أحدى نوافز هذه البناية تطل على أسطح المباني المجاورة خففها من سرعتهما واتجه إلى البناية ولكن حارسة استوقفهما قائلا مهلا ألديكم أي مواعد سابقة لمقابلة أحد السكان هنا؟ كادت مونة في هذا ولكن حسام قال في سرعة هو ما شأننا بالمواعيد إننا هنا لاستئجار شقة بالبناية مطى الحارس شفتي وقال لا توجد شقاق خالية بالبناية كلها أجب حسام بمنتهى الهدوء ولكن هناك شقة ستخلق قريبا فمستر مارك وعائلته سينتقلون إلى العاصمة واشنطن وآآ قاطعوا الحارس في صرامة لا يوجد هنا من يحمل اسم مارك ضحك حسام قائلا لا ريب أنك مخطئ يا رجل لا يمكنك حفظ أسماء جميع السكان هنا بالطبع قال الحارس في صرامة أكثر قلت لا يوجد ساكن واحد يحمل اسم مارك لوح حسام بكفيه قائلا أنت مخطئ حتما إنني أحمل بطاقته ده السياده في جيبه ثم أخرجها فجأة وهي تحمل مسدسة ودفع الحارس إلى الحائط في عنف وهو ينصف فواهة مسدسة بعنقه قائلا في قصوة هل تعرفت البطاقة؟ صح الحارس في الظعر لست أملك مالا دفعه حسام أمامه قائلا في غلزة افتح البوابة هتف الحارس؟ سأفقد عملي لو فعلت أجاب حسام في حدة سأفعل أنا إذن ثم أدرف فواهة مسدسة إلى البوابة الزجاجية الضخمة وأطلق النار وانهرت البوابة الزجاجية محطمة إثر الرصاصات التي أصابتها ولكنها لم تكت تسكت حتى انطلقت صفرات انذار قوية في المكان وهتفت مونة يا إلهي الأمر يزداد سوءا هتف حسام بدوره ليس بعد وهو على فك الحارس بلاك مكال كومبلة أسقطت وفاقد الوعد ثم أمسك يدامنا وصاح هيا بنا سننجح فقط لو أننا الأسرع انطلق يعدوان إلى داخل البناية واستقل أحد مصاعدها الأربعة إلى الطابق العاشر وهناك أسرع نحو نافذة تطل على بناية جانبية وقال حسام المسافة من هنا إلى سطح تلك البناية المجاورة بتزيد عن ثلاثة أمطار أممكنك القفز عبرها؟ هزت رأسها نفيا وقالت لا لا يمكنني هذا قال في حزم بل يمكنك هذا أخرج مسدسه وأطلق رصاصاته على الزجاج فحوله إلى فتاة تناثر في الهواء وترجع قائلا هيا يطهر رأي سنعبر هذه الأمطار الثلاثة صحت به لن يمكنني هذا أبدا هدف في السرامع حاولي ليس أمامنا وسيلة أخرى ترجع أكثر ثم اندفع نحو النافذة المحطمة هاتفا سأبدأ بنفسي رأته يعد نحو النافذة ثم يقفز معتمدا بقدمه اليمنى على حفتها السفلة ويدفع جسده كله في الهواء فلم تتملك نفسها من إطلاق شهقة قوية وجسده يصبح على ارتفاع ثلاثين مترا بثانيتين وأكثر قبل أن تستقر قدمه على سطح المبنى المجاور وفي حماس التفت إليه وهدف هيا يطهر رائد لقد نجحت أنا ويمكنك أن تنجحي مثلي ترجعت في قلق وخيل إليها أنها لن تنجح أبدا ولكن صوت أبوك سيارات الشرطة بلغ مسامعها وأدركت أن صفارة الإنذار قد أرشدتهم إلى موقعهما وأنه لم يعد هناك من أمل سوى النجاح في القفز إلى سطح البناء المجاورة فالتقطت نفسا عميقا وقرأت في أعمقها آية قرآنية قصيرة ثم اندفعت بكل قواها حتى بلغت النافذة فقفزت إلى إطارها السفلي ثم دفعت جسدها إلى الأمام واتسعت عينها في رعب عندما أدركت من خط سير جسدها أنها لن تبلغ السطح أبدا وكانت على حق لقد أخطأت السطح بنصف المتر فحسب وجدت نفسها تهوي تهوي من ارتفاع ثلاثين مترا وبلا أمل الحصار اندفع داني إلى حجرة مكتب فستر وهي اهتف في حماس لقد عثرت عليهم الشرطة رفع فستر عينيه إليه وسأله في لهفة هل ألقوا القبض عليهما؟ هز داني رأسه نفيا وقال ليس بعد ولكنهم يطاردونهما عبر شوارع المدينة متى فستر شفتي نفيا وقال لن يصفروا بهما سأله داني في دهشة هو لماذا تغذم بهذا يا سيدي؟ لوح فستر بكفيه وقال لأنه أمر طبيعي من يفوق الآخر في رأيك؟ الشرطة أم المخابرات؟ ابتسم داني في شيء من الفخر قائلا وهل يحتاج الأمر إلى التساؤل؟ ابتسم فستر بدوريه قائلا هذا هو الجواب إذن عاد داني يعقد حاجبيه وهو يقول ما الحل إذن؟ إننا لن نستطيع الاشتراك في المطاردة ومن الضروري في الوقت نفسه أن نظفر بهما بدأت علامات التفكير العميق على وجه فستر وهو يعتمد بجبهاته على أصابعه المفروضة مرددة لابد من وجود وسيلة ما لابد ران صمت تام على الحجرة لم يجرؤ داني على قطعه أو مقطع التفكير رئيسه الذي جمد في مكانه طويلا حتى بدأ أشبأ بتمثال من الرخاء قبل أن يعتد البغطة وعينه تبرقان في شدة وهو يهدف في حرارة نعم هذه هي الفكرة سأله داني في لهفة هل توصلت إلى شيء ما يا زعيمي؟ إذن تبريق عيني فستر وهو يقول بالطبع يا عزيزي داني بالطبع ثم نهض من خلف مكتبه مستطردا دع رجال الشرطة يوصلون متراضتهم لخصمينا يا داني ولنعمل نحن بأسلوبنا وسنرى من يربح اللعبة في النهاية من يربحها في رأيك؟ ابتسم داني قائلا هل تسألني؟ كان الجواب يحمل الكثير من الثقة وعلى رغم من هذا فقد بقى السؤال فوق رؤوس الجميع من يربح اللعبة في النهاية؟ من؟ لم تنجح منافي قفزتها لم تمكنها عضلتها لأنثوية ضعيفة من عبور هذه الأمطار الثلاثة بقفزة واحدة ورأت نفسها تسقط تسقط من ارتفاع عشرة أضواء واتسعت عينها في رعب وأطلقت صرخة فزع وهي تمد يدها للتشبس بأي شيء أو أي شخص أو وفجأة أمسكت يد قوية معصمها يد ذات أصابح حديدية أحطت بمعصمها في قوة لتمنعها من السقوط كانت أصابح حساب الذي تشبس بحافة الصور بيده اليسرى وهو يقبض على معصمها بيده اليمنى وشعرت مونة بألام شديد في يدها وهو يجذبها إليه في قوة هاتفا أخطأت بنصف المتر فحسب نجح في رفعها بجذبة واحدة إلى حفة السطح فتشبست بها وجذبها هو مرة أخرى بكل قوة لتجد نفسها راقد على السطح ويتلهس في قوة وانفعال وهو يقول في خفوط اهدأي لقد انتهى كل شيء لقد نجوتي قالت بصوتها اللاهث لقد أنقصت حياتي ابتسم ابتسامة خفيفة وهو يقول يسعدني أن فعلت ثم غمز بعينيه مستطردا ولكننا سنضطر للإنصراف قبل وصول رجال الشرطة للأسف أومقت برأسها إيجابا ويتنهض في تهالو قائلة أعلم هذا عوانها على النهوض في رفق وقادها نحو باب السطح قائلا سيكشفون أمر قفزتنا إلى هنا بعد خمس دقائق على الأكثر والمفروض أن ننجح في الابتدعاية عن هنا بأقصى سرعة قبل هذه الدقائق الخمس قالت في خفوط سأبزل قصارى جهدي لم تدري لماذا بدلا في هذه اللحظة بالذات شدت الشبه بأدهم صب ربما لأنه أنقذ حياتها أو لأنه كان حنون رقيقا أو لسبب لم تدركه بعد المهم أنها شعرت وهي تهبط معه إلى الطابق السفلي في الشارع الخلفي وكانها تسير إلى جوار أدهم نفسه وعندما بلغ ذلك الطريق خلف البناية الضخمة أشار إلى سيارة متوقفة إلى جوار المبنى المجاور قائلا وهي زي وسيلة المواصلات التي ستنقلنا بعيدا عن هنا سألته وكيف سنحصل عليها هز كتفيه قائلا الضرورات تبيح المحذورات يا عزيزتي إذن أنا سنسرقها بالطبع وطت شفتيها قائلة هذا يشعرني بالإثم ولكنك على حق الضرورات تبيح المحذورات أخرج من حزامي أداه رفيعة تستهى في سقب مفتاح باب السيارة وأخذ يعالجه في هدوء حتى سمعت مونة تك خافتة قال حسام بعدها ها هي يدي ثم فتح الباب في حرص وقفزت يده في سرعة تضغط ذر الإضاءة داخل السيارة قبل أن ينطلق جهاز الإنذار الذي يضيفه الأمريكيون عادة إلى سياراتهم وقال لمونة هيا أسرعي إلى الجانب الآخر جلس خلف عاكلة القيادة ورفع سبابته عن زر الإضاءة وهو يغلق الباب في سرعة ثم ضغطت ذر الباب الآخر وفتحوه لمونة التي جلست على المقعد المجاور له في سرعة وأغلقت بابها بدورها وقالت في افتيح لم ينطلق جهاز الإنذار تم تموه ينتزع بعض الأسلاك من لوحة العددات لحسن الحظ أوصل الأسلاك ببعضها البعض فاشتعل المحرك واعتدل هو يمسك عجلة القيادة قائلا في حزم إلى منزلنا الآمن دون توقف انتلق بالسيارة في هدوء وعبر الشارع الخلفي إلى الطريق الرئيسي ووصل طريقه دون مشاكل حتى أن مونة شعرت بارتياح شديد واسترخت في مقعدها وتركت جفنها العلوي ينزلك في إرهاق ليلتقي بجفنها السفلي ويتراخيان معا وهي تسبلهما في رفق وألقى حسام نظرة مشفقة عليها ثم وصل طريقه وسط السيارة الأخرى في هدوء خشية إيقاظها ثم ظهرت سيارة شرطة في مفترقة طرق وهي توقف السيارات القادمة كلها لتفحص أوراقها وأوراق راكيبيها فالتقى حاجباه في توتر وهو يتمتم ألن تنتهي هذه الليلة أبدا؟ انضم إلى طابور السيارات في بساطة وترك رجال الشرطة يفحصون كل السيارات التي أمامه حتى حان دوره فاقترب منه رجل الشرطة يقول أوراقك يا سيدي ابتسم قائلا أتريد أوراقي حقا يا الشرطي؟ قال الشرطي في صرامة لا وقت لهذا المزاح يا سيدي أبرز أوراقك على وجه السرعة هز حسام كتفيه وقال حسنا مادم تتكره المزاح فليس أمامي سواء دخط دواست الوقود في سرعة مستطردا الفرار انتلقت السيارة على نحو المباغد فارتطمت بجانب سيارة الشرطة ثم اندفعت مبتعدة في سرعة وسح رجل الشرطة وهو يصوب مسدسه إليها إنه هو إنهم الهاربان انتفضت مونة على صوت رصاصات التي أصابت إحداها الزجاج السيارة الخلفي وحطمته تماما فهدفت في الظعر ما هذا؟ أجبها حسام فيه دوء وهو يراوغ بسيارتي في مهارة مبتعدا عن دائرة الحصار واصل لنومك أيضها الرائد إنه مجرد كمين آخر تجاوزناه في نجاح التفتت تتطلع إلى الزوج المكسور قائلة ألن ينتهي هذا؟ ابتسم قائلا أظن أنا تجاوزنا دائرة الحصار هذا لو أن رجال شرطة نيويورك لم يطوروا كثيرا أساليبهم التي دربتنا عليها الإدارة قالت هي تعتدل ولكنهم سيبلغون أوصاف هذه السيارة الجميع أجبها فيه دوء أنه أمر أبسط مما تتصوري وضغط فرامل السيارة مستطردا سنتركها لهم أوقف السيارة وغادرها بنفس وسيلة دخولها دون أن ينطلق جرس الإنذار داخلها وابتسمت مونة وهي تقول هل سنصرق سيارة أخرى؟ قال في بساطة لماذا؟ إننا سنفعل مثل أي نيويوركي محترم ورفع سباباته مستطردا بابتسامة مرحة سنستقل السيارة من سيارات الأجرة صار فيه دوء إلى شارع آخر وهناك استقل السيارة من سيارات الأجرة الصفراء إلى منطقة قريبة من منزلهما الآمن ومن هناك وصل طريقهما سيرا على الأقدام عبر عدد من الطرق المتشابكة حتى بلغ شقاتهما ولم تكاد مونة تلمح البناية التي تضم الشقة حتى قالت في ارتياح بالغ أخيرا ابتسم حسام قائلا يساعدني أن يرك لك المكان فسنضطر لقضاء بعض الوقت فيه حتى نجد وسيلة أخرى لبلغ موضع هارود وإنقاذه من أيدي هؤلاء الأوغاد سالته هما يصعدان إلى شقاتهما أتظن أننا سنجد وسيلة أخرى؟ أجاب في حزم إنني لا أفقد الأمل قط بلغ الشقة وفتحه بابيها وقال في مرح تفضلي يا أميرتي دخلت إلى المكان وامتدت يدها تضيء مصباحا رضها ولكن الأضواء غمرت المكان فجأة مع صوت فسطر وهو يقول في لهجة تجمع بين السخرية والشماتة ما الذي أخركم حتى زي الساعة؟ إننا ننتظركم منذ زمن طويل وكان المكان يمتلئ برجال المخابرات الأمريكية وبرائحة الموت السكوت كان وقع المفاجئة على حسام ومونة قاسيا بالفعل خاصة بعد كل هذا لقد خاض معنا الكثير من المتاعب والصعاب حتى بلغ المكان الوحيد الذي يتصور أنه أأمن مكان في نيويورك كلها فإذا بهم يسقطان فيه في أيدي خصومهما وفي وجههما ارتفعت فواهات عشرة مدافع آلية وبينها بدت ابتسامة فسطر الشامتة الساخرة وهو يقول مرحبني عزيزي ديفيد بأي لغة حدثتما عندما دخلتما إلى هنا؟ أجابه حسام في حنق استنتج بنفسك أيها العبقري ابتسم فسطر قائلا إنها ليست العبرية على أي تحال حاولت منا أن تصبغ صوتها بنظرة ارتياح وهي تقول بالطبع إنها ليست العبرية وأثمرت محاولتها جيدة فقد رمقه فسطر بنظرة حدة طويلة قبل أن يقول في بط إنكما تتعمدان عدم التحدث بها ليس كذلك أشحت بوجهها دون أن تجيب مما عمق الفكرة داخله فقال في صرامة ستسببان حرجا شديدا لدولتكما أجابه حسام في برود ليس هذا من شأنك نهد فسطر من مقعده وأخرج من جيبيه سيجارا ضخما قدم طرفيه ثم وضع الطرف الآخر بين شفتيه وأشار إلى أحد رجاله فأسرع يشعله له ونفس هو منه نفثا عميقا قبل أن يقول أتعلمان إنني لا أدخن في الواقع فمن الخطأ كما تعلمان أن يرتبط أحد العاملين في مهنتنا بالعادة السيئة مثل التدخين واحتساء الخمور وتنول المخدرات وغيرها فهذا يضعف مكدراته هو قاطع حسام في سخرية مريرة أمن الضروري أن نستمع لنصائحك الغالية؟ ألا يمكن إعدامنا مباشرة؟ صمت فسطر لحظات وهو يتطلع إليه ثم قال منوحا بكافي لا لستم مضطرين لهذا ثم اعتدى لو نفست خان سيجاري مرة أخرى مستطردا إنني أحتفل بانتصاري عليكم أفحاز قال حسام ساخرا وهل يدفعك هذا الانتحال شخصية قاطرة بخارية؟ بدأت ضيق على وجه فسطر وهو يقول أنت واقح أكثر مما ينبغي ثم عاد يلوح بكافيه مستطردا فليكن ستدفع ثمن وقاحتك حزيف ما بعد أما الآن فأظنكم تتلحفان على معرفة كيفية توصلي إليكم قالت مونة في برود هذا الأمر لا يعني نقط وجه قائلا كذب أنت امرأة وكل النساء يمتزن بالفضول ولا يمكنهن كتمان فضلهن أبدا قالت في حزب في معداء قرر في صرامة كذب ثم راح يسير أمامهما هو يواصل عندئذ تعقدت الأمور رحت أبحث عن وسيلة منطقية للعثور عليكم وعندئذ تذكرت أن جهزة الفحص في منزلي كانت قد أثبتت أن هانا لم تكن تحمل معها أجهزة تصند عندما دخلت المنزل فمن أين أتت بالجهازين اللذين زرعتهما في حجرة مكتبي كان الجواب المنطقي الوحيد هو أنها أحضرتهما من النافذة الوحيدة بالحجرة ورحت أتخيل عزيزتنا هانا وهي تفتح النافذة بعد أن غادرت أنا الحجرة بسبب قصة القنبلة السخيفة ثم يقذف إليها شخص ما جهازي تصند عبر النافذة نعم كان هذا منطقيا والوسيلة الوحيدة التي يمكنها بلغ نافذة الحجرة دون أن ينتبه إليها رجال هي السهم مثلا سهم عادي يطلقه شخص يجيد استخدام القوس والسهم اعترفت مونة بذكاء فستر الشديد عند هذه النقطة وبأنه يستحق عن قدار لقب ثعلب المخابرات التي اشتهر به واستمعت إليه بمزيد من الاهتمام وهو يتابع كان هذا ينقلن مباشرة إلى السؤال التالي وهو من أية نقطة يمكن إطلاق مثل هذا السهم لبلوغ نافذة حجرة مكتبي وكان الجواب بالغ البساطة إنه إحدى شكك البناء المواجهة لمنزلي تماما وهنا أصبحت المشكلة بالغة البساطة يكفي أن أسأل حارس البناء عن أصحاب الرسمين الذين وضعهما أحد خبراء الإدارة لنعلم أي شقة تحتلان ونصل إليكم بهذه السهولة انتهى من حديثه وابتسامة الزهوة الثقة تملأ وجهه كله ثم ساد صمت تام داخل المكان قطعه فستر وهو يسأل حسام ما رأيك؟ أجب حسام في برود الواقع أنني أفضل أفلام شارلي شابلن قال فستر في سخرية من المؤسف أنك لن تجد الكثير منها في السجن بدأ شبح ابتسام على وجه حسام وهو يقول هل تراهن؟ وفجأة انقض حسام على فستر وأحاط عنقه بضراعه اليسرى في نفس اللحظة التي استلى فيها مسدسه بيمناء وألصقه برأس الرجل هاتفا في سخرية أخطأت بمحاضرتك المملة يا رجل كان ينبغي أن تأمر رجالك بتفتيشنا أولا تحفز رجال فستر لإطلاق النار ولكن حسام صاحبهم في سرامة حزاري أن يتحرك أحدكم وإلا انفجر رأس زعيمكم الوغد هذا كبل لون كبير هدفت مونة بالإنجليزية أحسنت وقال فستر في حنق أتظن نقص تربحها كذا؟ أجب حسام في سرامة نعم أظنني سأفعل فلن يجرؤ أحد أو غادك على إطلاق النار وأنا أصنع منك درعا قال فستر في حدة لن يمكنك الفرار حتما حتى لو احتفظت بكراهينة شتد حسام من ضغط زراعه على عنقه وهو يقول دع هذا لي أجبه فستر في غضب ولي أيضا يا فاتة وفجأة ارتفعت يد فستر لتمسك معصم حسام في اليد الممسكة بالمسدس وترفع فواهة المسدس عاليا ثم دفع مرفق زراعه الأخرى في معدة حسام وانزلق بجسده متحررا من زراعه وملقيا نفسه أرضا وهو يصرخ الآن يا رجال وانطلقت رصاصات مدافع رجاله انطلقت كلها نحو حسام وفي هذه المرة استقبل جسد البطل معظم رصاصات التي انتزعت جسده من مكانه وضربته بالحائط قبل أن يسقط على وجهه مع صرخة مونة لا لا رأت الدماء تسيل من جسد حسام الذي انتفض في قوة ثم خمدت حرقاته تماما فعدت تصرح لا ثم سقطت منهارة ويتبكي في حرارة وألم أما فستر فقد اندفع نحو حسام وانحانا يفحص نبض وريده لعنقية في اهتمام ثم هتف إنه حي هتف أحد رجالي في دهشة حي بعد كل هذه رصاصات تجمتت الدموع في عين مونة وهي تحدك في جسد حسام في دهشة وأمل في حين فحص فستر جسد حسام في سرعة قبل أن يهتف عجبا إنه يرتدي قميصا واقيا من الرصاصات ولكن يبدو أن إحدى رصاصاتنا اخترقت جانب عنقه واشتركت مع ارتطامه بالحائط في إصابته بفقدان الوعي هذا أسرعوا في طلب سيارة إسعاف إذن أسرعوا وهنا انخرطت مونة مرة أخرى في بكاء حار وكانت طعم دموعها في هذه المرة يختلف كانت دموع ارتياح لنجاة حسام من الموت وهذا هو الربح الوحيد في المهمة كلها المهمة التي فشلت فشلت تماما الفشل فشلت نتقاه مدير المخابرات في شحوب شديد وهو يتطلع إلى مساعده في ارتياع فأم أمساعده برأسه إيجابا في أسف ومرارة وهو يقول نعم يا سيدي يمكنك أن تعتبر هذه المهمة فاشلة تماما لقد فشل حسام ومونة في إنقاذ هارولد أو حتى قتله وعلى العكس فقد نجح رجال الـ CIA في إلقاء القبض عليهم وإصابة حسام بإصابة خطيرة لم يستعد وعيهم منها حتى الآن وهم يحتفظون به في مستشفى السجن المركزي أما مونة فسيتم تقديمه إلى المحاكمة بتهمة الجاسوسية سأله المدير في حزن شديد وهل عرف الأمريكيون هوية حسام ومونة؟ أجابه مساعده لا يا سيدي وهذه هي النقطة الوحيدة في صالحنا في العملية كلها ولكنها نقطة مؤقتة فلن يلبس الأمريكيون أن يكشفوا أمرهما مع مرور الوقت زفر المدير في مرارة وهذا رأسه قائلا أعلم هذا إنها مسألة وقت مسألة وقت فحسب ثم رفع عينيه إلى مساعده مسطردا أعلمت الآن لماذا كنت أقدر أدهم صبري قطب المساعد حاجبيه وقال وماذا كان أدهم صبري سيفعل في مثل هذه الظروف قال المدير الكثير ثم خفض عينيه مسطردا في أسى ولكن لكل شيء نهاية لقد مضى عصر أدهم صبري مضى إلى الأبد أنت متهمة بالتجسس على حكومة الولايات المتحدة الأمريكية هل تعترفين بالتهمة أم ترفضينها وجه قاضي المحكمة الفيدرالية هذه العبارة إلى مونة في صرامة واضحة فرفعت مونة إليه وجهها الشاحب المتهالك وقال أرفضها بالطبع فلم آتي إلى هنا للتجسس سألها في صرامة لماذا تخفين حقيقة جنسيتك إذن أجبته بصوت متعب مكدود هذا شأني رمقها القاضي بنظرة إصدراء وكأنما لم يرك له جوابها ثم سألها هل يمكنك توكيل محامل الدفاع عنك أم توكل لك المحكمة محاميا لهذا أجبته في يأس فلتنتدب المحكمة من تشاء كانت القاعة خالية تماما إلا منها ومن رجلي مخابرات أمريكيين والقاضي والحاجب وكاتب الجلسة فلم تكن جلسة محاكمة وإنما كانت جلسة تحديد موعد ونوع المحاكمة لذا فقد قال القاضي في حزن ستتم المحاكمة بعد إسبوعين من الآن واستنتدب لك هيئة المحكمة محاميا للدفاع عنك وإلى هذا الحين نأمر بحبسك احتياطيا في السجن النساء الفيدرالي كانت قد سمعت الكثير عن السجن الفيدرالي وتعلم أنها ستقضي فيه أسوأ إسبوعين في عمرها كله ما لم تقضي فيه كل عمرها هذا ولم يكن لديها ما تفعله لقد فشلت المهمة ووقعت في أيدي خصومها لقد واجهت أخيرا ما كانت تخشى تيلة عمرها وفي استسلام تام تركتهم يحصلون على بصماتها ويقودونها إلى السجن الفيدرالي الرهيب وعندما أبدلت ثيابها بثوب السجن الرمادي الكائب سألها مأمور السجن هل ترغبين في شيء قبل دخول زنزانتك؟ كادت تعلن رفضها الحصول على أي شيء إلا أنها لم تلبس أن تذكرت أمرا ما بعث في نفسها شيئا من الأمل فترددت لحظة ثم قال إن لي الحق في إجراء محادثة هاتفية وحيدة أليس كذلك؟ أجابها المأمور نعم لكن الحق في هذا ترددت مرة أخرى ثم سألته ألي الحق في طلب هذه المحادثة عبر المحيط؟ تبادل مأمور السجن نظرة متسائلة مع نائبه الذي قال القانون لم يحدد مدى المحادثة نعم أظن من حقيق هذا سألته في حزن وهل من حقي أن لا استمع أي مخلوق للمحادثة؟ أجابها المأمور هذا من حقك تماما شعرت بالارتياح وهي تقول في هذه الحالة أريد التحدث هاتفيا عبر المحيط كان هذا هو أملها الوحيد والأخير تهالك هارلد تماما فوق ذلك المقعد الضخم الذي قيد رجال الـ CIA أطرافه إليه والذي اتطلت به عدة أسلاك كهربية طويلة تنتهي عند جهاز في حجم منطدة صغيرة جلس خلفه أحد الرجال الذين يرتدون مناظر السوداء وأخذ يدعى بأزراره بسبابته في طراخي قائلة هيا يا عزيزي هارلد إنك رجل صلب بحق فقد احتملت الكثير حتى الآن وستطعتك تمن سرك في أعماقك ولكنك بشر يا عزيزي مجرد بشر ومهما بلغت قدرتك على الاحتمال فاستنهر حتما وتعترد صدقني وقد شاهدت عشرات مثلك في نفس الموقف قال هارلد في تهالك ما تفعلون به غير قانوني ستعاقبون من أجل هذا ابتسم الضخم في سخرية وهو يقول غير قانوني هي لك من غر سازج يا عزيزي هارلد ألم تتعلم شيئا بعد من إقامتك في أمريكا أو من العمل معنا ليس المهم هنا أن يكون العمل قانونيا أو غير قانونيا يا هارلد المهم أن يمكنك إثبات هذا قال هارلد أنتم أوغاد اتسعت ابتسمة الضخم وهو يقول أنت على حق يا عزيزي هارلد أنت على حق وفيه هدوء لمس أحد أزرار الجهاز فانطفد جسد هارلد فكور وانضغطت أسنانه في وجه صرخة ألم مكتومة استقرقت ثواني معدودة قبل أن يرفع الضخم سبابته عن الزر قائلا بابتسامة متشفية هل يرق لك هذا يا هارلد؟ تهالك هارلد تماما مرة أخرى وتصبه على جبينه عرق غزير في حين أطلقت ضخم دحكة عالية وقال لمسة وسيطة لأحد الأزرار ويسري في جسد الطيار الكهربي محدود قد لا يكفي لقتلك كما يحدث في الإعدام بالكرسي الكهربائي ولكنه مثالي لتنقبط كل عضلة في جسدك مع ألام رهيبة لمسة واحدة يا عزيزي هارلد قال هارلد في انهيار إنها لمسة شر ستدفعنا ثمنها غاليا كحكها الضخم ضحكا مرة أخرى وقال ندفع ثمنها من الواضح أنك لم تفهم بعد يا هارلد ولمس الزر مرة أخرى فأطلق هارلد سرخته المكتومة ورح جسده ينطفد فيه عنف قبل أن يرتفع صوت الصارم في الحجرة قائلا كفا رفع الضخم سبابته عن الزر في سرعة وانهار هارلد على مقعده وداني يقول في غضب ماذا تفعل يا رجل هل نسيت من أنت وماذا تفعل هنا إننا جهاز مخابرات محترم يقوم باستجواب عميل خائن ولسنا مجموعة من النازيين تستمتع بتعذيب أسير ارتبك الضخم وينهض قائلا لم أقصد هذا يا مستر داني ولكن قاطعه داني غضبا من الواضح أنك تحتاج لعلاج نفسي يا رجل ازد ارتبك الضخم ويقول ليس إلى هذا الحد يا مستر داني الواقع النني قاطعه داني مرة أخرى في حزم صارم اذهب يا رجل عد إلى الإدارة فقد تم آفاقك من هذه المهمة بدأت ضيق على وجه الرجل كما لو كان طفلا انتزعت منه لعبته المفضلة وألقى نظرة محنقة على الجهاز وأخرى على هارلد قبل أن يقول كما تأمر يا مستر داني كما تأمر وغادر الحجرة في خطوات سريعة حاسمة ولثوان بعد مغادرته الحجرة ساد صمت تام في المكان ثم اتجه داني إلى حيث يجلس هارلد وربط على كتفي قائلا كيف حالك؟ قال هارلد في مرارة يا له من سؤال صفيق مط داني شفتيه وقال أعلم أنك تمكت ما فعلناه بك يا عزيزي هارلد ولكن ما ذنبنا نحن أنت أكبرتنا على هذا بعنادك وإصرارك على كتمان الأمور قال هارلد في الصخط هناك وسائل قانونية ابتسم داني في الصخرية وقال قانونية؟ آه بالطبع يا عزيزي هارلد هناك وسائل قانونية ثم اتجه نحو الجهاز الرهيب ورفع سبابته أمام وجهه مستطردة وهناك وسائل أفضل ارتجف هارلد هذه المر ويتصور سباب الداني تلمس الأزرار وتطلق في جسديه ذلك الطير القهربي المؤلم إنها أكثر لمسة يكرهها ويمكتها في الكون كله لمسة الشر والألم والعذاب وفي تهالك قال هارلد لا يا داني أرجوك بركت عين داني وهو يقول كما تأمر يا عزيزي هارلد يكفي أن تطلب هذا ثم أرتفى بابتسامة خبيثة ولكن ما المقابل؟ أدرك هارلد ما يقصده داني فقال في مرارة اذهب إلى الجحيم قال داني في برود هكذا ثم لمس الزر فيه دوء ورأى هارلد ينطفد أمامه من الألم لثواني قبل أن يرفع سبابته عن الزر فيتهالك هارلد تمام وانتظر داني لحظات حتى هدأ تصبب العرق على جابين هارلد ثم قال فيه دوء المؤسف يا عزيزي هارلد هو أن إصرارك هذا لن يفيد كثيرا وأخرج من جابيه صحيفة نيويورك تايمز الصادرة في الصباح نفسه واتجأ إلى هارلد وفردها أمامه قائلا اقرأ هذا الخبر فتح هارلد عيني في الصعوبة وقرأ في أسفل الصفحة خبرا يشير إلى لقاء القبض على جاسوسين أجنبيين لم تتحدد جنسيتهما بعد مع صورة لحسام وهو يركض في المستشفى فاقد الوعي وأخرى لمونة بين آدي رجال الشرطة الفيدرالية وداني يقول أرهن أنك تعرفهما يا عزيزي هارلد فهم من مواطنيك وكانت مهمتهما هي إنقاذك ألقى هارلد نظرة أخرى على الصورتين ولكنه لم يتعرفهما كما يتصور داني لقد قضى أكثر من نصف عمره في الولايات المتحدة الأمريكية لا يلتقي إلا برجل واحد من رجال المخابرات المصرية ولا يعرف سواء أكثر من 20 عاما قضاها منغمسا في المجتمع الأمريكي محاولا مد جذوره في أعماقه والتلون بصبغته حتى كاد ينسى اسمه المصري الذي لم يعود يستخدمه منذ ما يقرب من ربع القرن ولكن داني يظن أنه يعرف صاحبه الصورتين هل يوافق على هذا أم ينكر الأمر؟ لم يكن عقله يعمل بالصفاء اللازم لاتخاذ قرار في هذا الشأ ولكنه راح يعتصر ذهنه للبحث عن جواب مناسب حتى قال داني لقد وقع في أيدينا ولن نلبس أن نكشف أمرهما تماما ونحصل على اعترافات صريحة منهما قد تتسبب في إثارة أزمة دبلوماسية ضخمة بيننا وبين تل أبي أعني بين دولتين صمت هارلد تماما ولم يحري جوابا وطال صمته بعض الوقت فألقى داني الصحيفة جانبا وقال فليكن يعز هارلد واتجه إلى الجهاز وقال بسلوب لمس الأزرار هاتف هارلد لا أرجوك قال داني في شراسة تمتزج بشيء من العصبية اعترف إذن يا هارلد أخبرنا ما نريده منك فينتهي كل شيء على الفور هيا يا هارلد أنت الذي يملك إنهاء كل هذا كفزت إلى ذهن هارلد مشاهد عديدة أشبه بشاريط سينمائي متصم مشاهد من طفولته بمصر وصباه وشبابه ثم مشاهد نعمليه في أمريكا وامتزج هذا بزاك وارتبك ذهني لحظات تراخ جسده بعدها وهو يقول في مرار سأعترف يا داني سأخبرك بكل ما تريد معرفته وفي استسلام تام راح يروي كل ما لديه وبكل التفاصيل عبر المحيط مطا مساعد مدير المخابرات المصرية شفتيه وهو يطالع الخبر المنشور في نيويورك تايمز ثم طوى الصحيفة وأزحاها جانبا وهو يقول إنهم يتباهون بفوزهم أشح المدير بوجهه في ضيق وغمغما من حق المنتصر أن يفعل دائما قال مساعده في ضيق هي للأوغاد ثم لوح بك فيه مستطردا وهل سنترك رجالنا هكذا التفت إليه المدير وسأله وماذا يمكن أن نفع هدف المساعد نحاول إنقاذهم نساعدهم على الفرار أو نرسل إليهم محاميا على الأقل صمت المدير لحظة ثم قال سأدرس هذه الاقتراحات وشرد بمصري لحظة قبل أن يستدرد ولكن من الضروري أن يتم أي إجراء نتخذه في الصمت ودون الإشارة إلينا من قريب أو بعيد قال مساعده ليس هذا بالأمر العسير تناهد المدير قائلا هذا ما تظنه ثم نهض من خلف مكتبه واتجع إلى نفذته ورح يتطلع منها لحظة قبل أن يضيف إنها ستكون عملية جديدة تحتاج إلى المزيد من الرجال ومن الخطط الجديد ولكن الأمر الوحيد المؤكد هو أننا لن نتخلى أبدا عن رجالنا مهما كان الثمن لن نتخلى عنهم قد كتم قدر دموعه في صعوبة وهو يقرأ ذلك الخبر الذي يحمي سورتي منا وحسين ثم ألقى الصحيفة جانبا وهو يقول في حنق اللعنة كانت دموع تقاطي لتنهمر من عينيه مع ذلك الشعور العارم بالمرار الذي يملأ نفسه ويكاد يفيد من ملامحه وعروقه له لم يعد يحتمل لم يعد يحتمل ذلك العالم البغيد الذي يحيا فيه عالم الصراعات والشرور قام دموعه أكثر وأكثر وحاول أن يتشاغل في بطاقة جديدة من البطاقات السرية للمخابرات المركزية الأمريكية كان هارولد قد أرسلها إلي منذ شهر أو يزيد ليحاول تزويرها وصنع بطاقات شبيهة ولكنه لم يستطع وكانت أصابعه ترتجف وعينه تغيمان بدموع حبيسة وهو شخص عطفي عطفي أكثر مما ينبغي وأكثر مما يحتمل العمل في مجاله وعطفيته هذه تؤلمه تحطمه تقتله وصح حلقه مرة أخرى بالدموع وهو يقاوم ويقاوم ما الذي ربحه من هذا العمل؟ صحيح أنه أشهر خابر تزوير معروف ولكنه أتعس رجل في الدنيا أنه يفقد أصدقائه وحدا بعد الآخر في البداية خسر حازم ثم أدهم أدهم الذي لم يرتبط بمخلوق في حياتي كلها مثل ما ارتبط به أدهم الرقيق المهزب اللبق الحنون وهنا عكزت عينها عن حبس دموعهما مع ذكر أدهم فهدف في مرارة اللعنة لماذا أقاوم؟ تفجرت دموعه الحبيسة وتركها تغرق وجهه وتتساقط على أوراقه وهي اعتمد جبهته براحته منتحبا في حرارة إنه لن ينسى أبدا ذلك اليوم الذي بلغاه فيه خبر مصرع أدهم في المكسيك يومها بكى كما لم يبكي من قبل صحيح أن أحد لم يلمح دموعه يومها ولكن جدران حجراته ومعمله رأت أنهارا منها تنهمر في غزارة ولم ينسى أدهم أبدا حتى الآن من ذا الذي ينساه؟ من ينسى أعظم رجل مخابرات في العالم الرجل الذي انحنت له أنظمة المخابرات في قرات العالم الست من ينساه؟ ترك دموعه تنهمر في غزارة وشعر بالارتياح مع سقوطها وكأنها كانت تكثم على صدره وعصابه اليوم أيضا فقدمنا آخر الأصدقاء والأحبة اليوم خسر لمسة الأنوث الرقيقة في عالم المخابرات العنيف وفجأة ارتفع رانين الهاتف هاتفه الخاص المباشر الذي يندر أن ينطلق رانينه في حجرتي مع قلة عدد معارفه وأصدقائي ولوهله تسأل قدري عن من يمكن أن يتصل به عبر هذا الرقم بالذات ثم لم يلبس أن اختطف سماعة الهاتف قائلا من المتحدث أتى صوت مألوف يقول إنه أنا يا قدري لم يصدق نفسي فانقبضت أصابيع على سماعة الهاتف في قوة وهتف مونة أهو أنت حقا؟ كيف حالك يا مونة؟ من أيض التحدثين؟ تفجرت دمعه مرة أخرى مع كلماته وسمع صوتها تقول إنني بخير نسبيا يا قدري فمزلت على قيد الحياة على الأقل وأتحدث إليك عبر المحيط من السجن الفيدرالي في نيويورك شعر بالأسى لقولها وهتف محاولا بث روح الأمل والتفاؤل في أعماقها ومحول كثير من يأسها لن تستمر الأمور بهذا السوء يا مونة صدقين لابد أن يكون لديك إيمان بالله سبحانه وتعالى وأن لا يخلق قلبك أبدا من الأمل صمت صوتها لحظة ثم قالت في تردد لدي أمل واحد في الواقع يا قدري سألها في اهتمام ما هو يا مونة؟ ترددت لحظة أخرى ثم قالت في صوت يؤكد أنها قد حسمت أمرها استمع ليا جيدا يا قدري فما سأخبرك به بالغ الأهمية والخطورة والسرية أيضا واندفعت تروي ما لديها والتسعت عين قدري في ظهول والتسعت والتسعت لم تكاد مونة تنتهي من إبلاغ قدري ما لديها وتعيد سماعة الهاتف إلى موضعها حتى شعرت بارتياح بالغ وكأنما أزحت عن كاهلة حملاً طقيلاً وأطلقت من أعماقها ضفرة حرة في نفس اللحظة التي دخل فيها مأمور السجن إلى حجرة الهاتف وسألها في هدوء هل انتهيت من محادثتك؟ أجبته في ارتياح نعم شكراً لك تصل عليها المأمور لحظة وكأنما يحاول سبر أهوارها قبل أن يقول أتعلمين ما سيواجهك هنا؟ أجبته في خفوط إلى حد ما تأملها مرة أخرى مشفقاً ثم قال صحيح أنك هنا تحت الحبس الإحتياطي بتهمة التجسس ولكنك في الواقع لا تبدين أبداً كجسوسة وأخشى أن وجودك هنا تولي الأسبوعين القادمين سيبدو أشبه بالجحيم سألته هل ستسيء معاملتي؟ هز رأسه نفياً وقال لست أنا من سيفعل بل زعيمات السجينات هنا سألته في مرارة أهل أنني متهمة بالتجسس؟ عاد يهز رأسه قائلاً لست أظن هذا يعني الكثير بالنسبة إليهن ولكن هن يفعلن هذا بكل قادمة جديدة وكأني بهن يعلن أمامها سيطرتهن على عالمهن القادر البغي ابتسمت قائلة لا تقلق من أجلي في هذا الشأ تطلع إلي في دهشة لحظة ثم هز رأسه قائلاً هذا شأنك ثم التفت إلى مساعدته قائلاً اذهبي بها إلى زنزانتها أرقت المساعدة نظر شامت على مونة ثم دفعتها أمامها قائلة في صرامة هيا يا امرأة صارت مونة أمامها عبر ممر طويل يضم عدداً ضخماً من الزنزانات الصغيرة فكل منها امرأة تطلع إليها بابتسامة متشفية ساخرة وعندما بلعت المساعدة تلك الزنزانة المخصصة لمونة أمسكت معصم هذه الأخيرة في قوة وقالت في صرامة وشراسة اسمع يا صغيرتي من الواضح أنك تجهلين تماماً أين أنت وتجهلين طبيعة هذا المكان ولكن من الضرورية أن تعلمي أنك بعبور الجدران هذا السجن قد أصبحت كمان مهملاً لا تسوي حياتك سوى تقرير إداري صغير من بضعة أسطر وشاهدين من حثارة المجتمع وهذا يعني ضرورة أن تلتزم بكل ما يوجه إليك من أوامر وأن لا تنسي أبداً أنني هنا الرئيسة الحقيقية فالمأمور نفسه لا يجرؤ على دخول هذه المنطقة هل تفهمين؟ أجبتها مونة في برود إلى حد ما صحت بها المساعدة في غلزة بل ينبغي أن تفهمي جيداً ابتسمت مونة في السخرية وهي تقول ربما كنت بطيئة الفهم رمكتها المساعدة بنظرة غاضبة شرسة ثم قالت في عصبية لدي من تساعدك على سرعة الفهم ثم صرخت سيرينا ظهرت زنجية ممشوكة القوام صارمة الملامح قوية البنيان رمكت مونة بنظرة قاسية وهي تقول للمساعدة ماذا تريدين يا هويا؟ أشرت هويا إلى مونة قائلاً في لهجة أقرب إلى الشماتة هذه الأجنبية بطيئة الفهم طلقت عين سيرينا وهي تقول في لهجة أقرب إلى الجذل حقاً؟ ابتسمت هويا في تشافي وتقول حاول تعليمها سرعة الفهم يا سيرينا وأسرعي فلن تبقى بيننا سوى أسبوعين فحز أبغى ما تسيرينا في سخرية؟ هيا للخسارة أطلقت هي ضحكة ساخرة وغادرت المكان في خطوات سريعة ويتقلمنا في شمات سيجناً سعيداً يا فتاة وردتت بدران السيجن صدد ضحقاتها الساخرة انعقد حاجبا فرانك جير مدير قسم مكافحة الجاسوسية في المخابرات الأمريكية وهو يطالع اعترف هارولد في عناية ثم لم يلبس أن ألقاه جانباً في حد هاتفاً هراء كل هذا مجرد هراء قال فستر في سرامة ما الهراء فيه يا فرانك إنه اعتراف واضح وتفصيلي وهو يتطفق تماماً مع عصول ديفيد وهانا اللذين القينا القبض عليهم هاتف فرانك بل هي محاولة فاشلة لطورة الموساد في العملية من المستحيل أن ينتمي هارولد هذا للموساد لن يمكنك إقناع بهذا أبداً حتى ولو اعترف هو نفسه بهذا مكافحة فستر بنظرة شك وهو يقول ولكن الاعتراف وحده لا يكفينا لإدانته يا فرانك أو لتصديقه وانت تعلم هذا جيداً لقد راجعنا اعترافه نقطة نقطة وجدنا أنه يحتمل الصدق تماماً فكل العنوين والأسماء التي أدل بها والتي كانت أماكن وأشخاص الاتصالات صحيحة تماماً لوح فرانك بيد هاتفاً أي جهاز مخابرات يمكن معرفة هذه المعلومات وتنصقها داخل قصة ذائفة بحيث تبدو كما لو كانت حقيقياً سأله فستر أي جهاز مخابرات مثل ماذا؟ هاتف فرانك أي جهاز؟ المخابرات المصرية مثلاً قال فستر في بط هو لما لا يكون المساد لم يحر فرانك جواباً وساد الصمت لحظات حتى قال فستر في سرامة وحزب لماذا تتعاطف إلى هذا الحد مع المساد يا فرانك؟ صحة فرانك أتعاطف ولماذا أتعاطف مع المساد يا فستر؟ أجابه فستر في خبث ربما كان نوع من الانتماء الديني صحة غاضباً انتماء ديني أتتهماني بالتأمر مع جهاز مخابرات آخر يا فستر؟ هز فستر كتفيه وقال في دهاء إنني أسأل في حزب درب فرانك سطح مكتبي بقبضتي وهدف لا يا فستر لست أتعاطف مع المساد أو الكي جي بي أو أي جهاز مخابرات آخر ولكنني أحاول تقييم الأمور بعقلي بدلا من السقوط كالغور السازج في أي فخ بدائي يعده لي جهاز مخابرات عربي قال فستر فيه هدوء ودون أدنى انفعال هو لماذا عربي؟ هتف فرانك لأنهم يحاولون توريط المساء وأنت تعلم أنه خصم اللدود لكل أجهزة المخابرات العربية وبذات المصرية والسورية قال فستر ويدغط حروف كلماتي في شدة أريد أدلة واضحة صحة فرانك ألم ترى هذه الفتاة أتبدو لك إسرائيلية؟ قال فستر لا يوجد ما يمنع كونها كذلك انعقد حاجب فرانك في شدة وهو يقول أنا واثق من أنها ليست إسرائيلية نهد فستر وقال إنها وجهة نظرك يا عزيزة فرانك وسأحترمها تماما ثم استدرك في حازم على أن تحترم وجهة نظري تراجع فرانك في مقعد قائلا هو ما وجهة نظرك أيها العبقري أجابه فستر وهيستدير منصرفا لقد فعلها الإسرائيليون من قبل يا صديق وزرعوا بعض جواسيسهم بيننا ولست أستبعد أن يفعلوا هذا ثانية لم يجي فرانك وإن بدأ وكأن حاجبية سيمتزجان من شدة التقائهما وهو يتابع فستر ببصري في حين فتح هذا الأخير الباب والتفت إلى فرانك وابتسم ابتسامة خبيثة غامضة وهو يلوح بيديه قائلا وستثبت الأيام صدق أحدنا يا صديقي إلى اللقاء وأغلق الباب خلفه فيه هدوء لتغرق الحجرة في صمت عميق قطعه فرانك وهو تمتم في قلق وتوتر أسلوبك هذه المرة لا يرق لي يا فستر لا يرق لي تماما سمت لحظات أخرى وهو يدرس الأمر في عمق ثم لم يلبس أنهز رأساه في قوة وهو يقول في حزم لا يرق لي بالفعل واستداري التقت سماعة هاتف خاص إلى جواري وضعت أزراري في بطء وتأني وانتظر حتى سمع صوت محدثه فقال مساء الخير إزاك إنه أنا فرانك يبدو أن هارلد هذا يلعب لحساب المصريين فهو يحاول توريطانا في الأمر نعم لقد علمت هذا الآن فقط من فستر نفسه من الضرورية أن ترسل أفضل رجالك يا إزاك لكشف حقيقة هارلد قبل أن يربح المصريون اللعبة لا يدفع نحن السماء أفضل رجالك يا إزاك هل تفهم؟ أهل محادثة على الفور وقال في غضب واضح لن نسمح لكم بهذا أيها المصريون لن نسمح به أبدا وكان من الواضح أن الحرب ستتخذ هذه المرة منحنة جديدة منحنة بالغ الخطورة العودة غربة الشمس في كواوة ولم تكن أول مرة تغرب فيها في الأفق خلف ذلك الجدول الذي يشك المزرعة ولكن أدهم شعر بالحزن مع غروبها ولم تكن أول مرة يخرج فيها المشاهدة ذلك الغروب ولكنه في كل مرة كان يشعر بالحزن نفسه كان الغروب يذكره في كل مرة بغروب شمسيه هو باعتزاله وبنعزاله لم يدري لماذا اتخذ هذا القرار لماذا قرر أن يعتزل العمل بعد زواجه شبر الإجباري من سونيا جرهام وأن جابها طفله الوحيد أهو شعور بالخجل أنه تزوج عدواته وعدوة بلاده أنه لم يكن يدرك وهو يتزوجه أنه يرتكب هذا الخطأ لم يكن يعلم من هو ولا ماذا يفعل وعلى الرغم من هذا فهو يشعر بالمرارة والخزي مما فعل ومن أعمق أعماق نفسه ومن قاع ذكرياته المريرة أطلق أدهم ظفرة حملة حرارة براقين الأرض كلها ثم اتجه إلى الجواد العربي الأبيض الذي وقف ساكنا وكأنما يراقب الغروب كصاحبه وثبع على متنه في رشاقة مدهشة ولكزه بكعبيه في بطنه قائلا هيا يا صديقي انترك بالجواد عبر المزرعة الشاسعة المترامية الأطراف وقد خلى ذهني من أي تنفعالات أو ذكريات تقريبا وكأنما يجد سلواه في امتطاء ذلك الجواد الأصيل الذي يعيد إليه شعوره بالانتماء إلى موطنه ومن بعيد لحله ذلك القصر الذي يتوسط المزرعة قصره ودون وعي منه خفف من سرعة الجواد وكأنه يخشى بلوغ ذلك القصر كان يمقط المكان ويعشقه في الوقت نفسه وإله من مزيج متناقض عجيب كان يمقطه لأنه يبدو بالنسبة إليه أشبه بسجن أحاطت به قطبانه ومنعته من العودة إلى حياته السابقة ويعشقه لأنه مسكت رأس ابنه ابنه الوحيد وفي بط بلغ القصر وترجل عن جواده واستقبلته سنية في توطر ملحوظ وهي تقول أما زلت تصر على رؤية الغروب يوميا أجبها في سرامة هذا يروق لي إن خفض صوتها على غير عادتها وهي تقول إنني لم أعترد تحرك ليدخل إلى القصر ولكنها استوقفت قائلة أدهم أما زلت تكرهني لم يحر جوابك وإن بدأ شيء من الحزن في عينيه فتبعت في عصبي ماذا أفعل لأقنعك أنني أحبك يا أدهم قال في ضيق إنني واثق من هذا تماما يا سونية هدفت في مرارة لماذا تكرهني إذن لقد أقسمت لك إنني لم أعد عدواتك نعي الآن زوجتك يا أدهم زوجتك وأم ابنك ألا تفهم هذا استطر يواجهها وهو يقول أفهمه يا سونية أفهمه تماما ولكنني أفهم أيضا أن زواجنا تم بخضعة حقيرة أنت تعلمين جيدا يا سونية أنه كان من المستحيل أن أتزوجك لو لم أفقد ذاقرتي وأجهل من أنا ولو لم يمكنك خداعي وإهمي بأنني مش حييم ديزرائيلي صاحة محنقة لماذا؟ لماذا كان من المستحيل أن تتزوجني؟ مئات من الرجال لم يتمنوا خيرا من زواجهم مني قال في برود ربما كان هذا هو السبب صاحت في حدة ماذا تعني؟ أجابها في صرامة أنت تدركين ما أعني ولا أريد كلمة واحدة زائدة في هذا الشأن نطقها بلهجة أميرة كادت تجمد الدماء في عروقها فلازت بالصمت الحضاء ثم قالت في لهجة لها طعم الدموع ماذا أفعل لتحبني؟ أجابها مشيحا بواجهه اتركي الأمر للزمن سألته في مرارة وهل هناك أمل؟ تنهد في عمق وقال من يدري يا سونية؟ من يدري؟ اكتسبت لهجتها شيئا من الشراسة ويتقول أمازلت تحبها؟ لم يجب على الفور فقالت في حدة إنك تحبها أليس كذلك؟ قال في شيء من الصرامة كيف حل الصغير؟ صاحت لا تبدل الأمر ولا قطع مشيرا إلى الأفق يبدو أن لدينا زائر تطلعت إلى حيث يشير ورأت مصباحي سيارة اقتربان من القصر عبر الطريق الممهد الخاص فقالت في حذر ومنزل الذي يأتي لزيارتنا دون موعد سابق ردد أدهم من يدري تابع بصري السيارة التي قطعت الطريق كله حتى توقفت أمام الباب الرئاسي للقصر وسمع صائقها يقول لراكبها الوحيد في إنجليزية ركيكة ها هو ذا قصر السينيور أميجو صاندويا سينيور وها هو ذا يقف هناك مع السينيور نورما تساءل أدهم في حذر عم من يكون هذا الزائر الغامد ولكنه لم يكد يلمعه وهو يغادر السيارة حاملا حقيبته الصغيرة حتى هتف أنت؟ أما سونيا فقد انعقد حاجبها في شدة وأدركت أن هذا اللقاء قد يكون بداية جديدة لأدهم أو نهاية أخرى انتهى الجزء الأول بحمد الله ويليه الجزء الثاني السعر أتمنى يكون تقديم العدد النهاردة عجبكم والأصدقائي اللي امتابعين الحلقات لو عجبتكم الحلقة ياريت ندست لايك ونترك تعليق يليق بحضراتكم وإذا كنتم جدد على القناة أتمنى نشترك ونفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا 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 شكرا